الدراما المغربية حصريا على الإداع الوطنية موسيقى الأزلية مسلسل في حلقات يكتبه ويخرجه محمد حسن الجندي موسيقى 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 القائد. سف ارعد. اسقردس خدمكم. ناوي المدول بين ديكم. اسقردس مستنينو. امروه ادخل حيلو. امركم يا سيد. حياكم الله سيد القائد. وجعل ايامكم عيد فيه. تفضل امامنا وزيد. من اخبارك سمعنا ما يفيد. اسماتكم باتتوا في طلبي بصورة افتحت كتابي. استعيد كل اصحابي عاجمي منهم عربي. واشنو بنكتازمكم. وعلاش انا بلي حيران. وريني عظمة كتبكم. ملقل بكل نيران. في ليلي موجد صراحة. شمس هاريمة وضاحة. احلامي ورعب وجراحة. خايف حشمة بكل صراحة. قائدنا يا سيد الناس. شعورك صدق ما وسواس. قلبك قوي الاحساس. نجاك زوحال من كل باس. جنبك وقريب منك. راجل شانو قريبي بان. شيخ ما هو فسنك. جاه مال كتير وفرسان. غادي انجب والد قوي مثل الاسد. ما ينفع فيه عتاد ولا السحر الاجداد. عازم يخرب ديارك ويهزم كل انصاك. ناوي يسود نهارك ويتم كل اصغارك. شكون هذا الجبار. وشل اسمه. خبروني. عبد او من الاحرار. وعلى مكان يدلوني. اسم دو يزن. مدينتهي الحمراء. قموا شجعان ابطال اسد الصحراء. بسرعة امر رجالي. كل فرساني وابطالي. يهاجموا ولد الاندالي. بموتي يرخح بالي. يا مولاي القائد. رأيكم هو السديد. لكن لي يفيد. خلي الحرب التهديد. وعملوا بلطافة وحيلة. لا تعرض الحرب قبيلة. شوف جارية جميلة. في الحسن ملها متيلة. ومعها ماله جوهر. وهدايا هامة ونفيسة. هو عانيه تجبار متكبر. الهدايا تدروس وتدرويسة. ومع الجارية يكون سم. ولما على قربها يعزن. تطف وتسقيه وتبسم. اول الكاس يموت ويتعدم. وبموته يهنى بلكم ويرتاح. وتحكم أرضه تاخد خيراته. تنفق بيتنا سعادة وأفراح. بلا حرب ولا رجالنا ماته. اه يسقر ديس يا عظيم. هذي خطة مهمة متقولة. انت فعلا اعظم حكيم. يلا هنيني من ولد الملعونة. شوف جارية باختيارك جهزها فهمها دورها. اشرح لها كل افكارك واضح المقصود في حضورها. امرك يا مولاي سيف ارعد. لتنفيذ الخطة انا نجد. موسيقى فهمت يا جارية. هذه الخطة وما فيها. لا تخاف على قمرية. يسقر ديس ما تحتاج توريها. حسب مات الطغية وتعليمات سيف. ارعد بروحي نفديها. دويازان تغاو تكبر على سيف ارعد جبر. لاخر فيه كل شر. يروينا مولده الى دار. خوذي. هذا امتقال من السمية قمرية. ومع جواهر كثيرة. موسيقى 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 يرجالنا دينة الحمراء شرفنا عليها وانتم عارفين لاش نقصديها يلا دهر الفرح والاستسلام فقوا الطبول ردد الأنغار يدايا زنيهما خلف تحية السلام يدايا زنيهما خلف تحية السلام يدايا زنيهما خلف تحية السلام يدايا زنيهما التحية السلام يدايا زنيهما التحية السلام يضحية الحسام سيف خير الكرام من صاحب الحسام سيف خير الكرام أغلب 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 يدايا زنيهما يدايا زنيهما أغلب 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 يدايا أغلب 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 سيف خير سيف خير خلف تحية السلام من صاحب الحسام وأعتقدك هذا محل يا مولاي سيف أرعد معروف غدار مكار عنده سحارة يعرفوا اللي جاي وفي هديتهم هدي لازم أسرار من بعد نعرفوا خبرهم ونواياهم وقصدهم ومردهم الآن جبوا الجارية لجت هدية وخودوا الهدايا وكرموا الرجال لجو حملينها ومن الجارية نعرف نوايا سيف قرعد ولاش هد الحيلة والهدايا لاش باتنها أمرك يا مولاي اسمك يا جارية خدمتك قمرية قومي قربي الجنبي وعلى سباب قدومك حد تيني لا تكذبي ولا تخبي إلى بعتك سيف تأديني والله يا مولاي العظيم مجيتك إلا هدية سيف أرعد المبيل قصده يحييك تحية اسمع بعظامتك وجاهك وامتيازك عليه بالفروسية حبي صادقك ويصالحك وترجع البعض حمية بجيشك القوي وجيشو تحكمو الأقطار الحدشية تحوب وصفاء تعيشو ما قصده يأديك أدية يا قمرية يا جميلة إلا كان كلامك صادق صبحي مراتي وإلا باني في كلامك الكذوب وقصدك القضاء على حياتي للموت عرضك سيف أرعد وعرضك بنت وقوم الهجمات عني بالك وعداء ملك الداب ولا خداء وكيف نغدر مثلك بطل هم وشجاع صدقتك يا جميلة وتقت بكلامك ومعايا تنعمي ونحقق كل أحلامك قربي الجنبي وصقيني ومن حبك رويني شمال الفتان نسباني وفي الخديعة وفي الخديعة نساني مولاي ذكريني في اسمك يا جريا اسمي يا مولاي قمرية اسمي جميل قمرية موسيقى 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 اه يا ديازاني عدو زحالي اليوم نهايتك نسطرها تعقد تخضع أمام جمالي فتان معرف قمارية ولم قرها أنا لنوم نكدب كل كاهن كل حاكم كل سحار كل منجن كل عالم كل جان كل من ياتي بالأخبار خاضن كل مراتك تحت أمرك وسترتك وننجب منك ولد أمهر من مهارتك دينه ما هو ديني اعتقاده ما اعتقادي على زحلي عديني يصبح لي من الأعادي هذا السم في كاسك يحرمك أهلك وناسب من يد قمارية خودو يجري ما بين دراسك يا قمارية مستنيك سقيني قربي يا جميلة قربي قربي سقيني بالشفاء والهناء من يد معشوقا تايها والهانة اشهدها يا يتري تبخل بيتي من غير أمري ما عارب شعار وعيد تكاشف على عرضي وتري والله لو ما قلت قريب لا خليت دمك بحسامي يجري تكلم سرع وجيب لاش تصرخ وزاي تجري قادرني يا مولاي إلا دخلت من غير أمرك أمالي ومنايا اسمع مزيد بيهن خبرك صح وقول ما عندك إلا يسمح مولاي ينخبرو من غير حتى ما يكون زي انتظرني خارج غرفة أمرك يا مولاي سبحي لي يا قمارية لحظة وبعدها نرجع أمرك يا مولاي أجل مخباري جديد وبلغني يا مولاي السرين باللي الجارية القمرية اضعتها سيف أرعب اللئين مكلفة بمهمة مخزية معها السم الفتاك القاتل هذه المكارة الأدية واللي خبرني بزر المؤمن ومخلي إيمانه مخطية بلغني قصد سيف أرعب وسن سر الهدية قلبك الحاسس بللي الهدية غدية بعدها سيف أرعب بهذه الكفية البديعة لو اتأخرت يا يتريب لقول الآن هذا أول كاتل في قاتل مجري ما لغتارة خدعاتي محمد الله اللي جيد على الوقت المناسب يا مولاي روح يا يتريب أمر تسيجن جميع رجال ليجاوا مع الهدية وننخل صرف مع هذا المكارة قمرية الجارية مولاي والسيدي هذا الكاس اللي سخيتيني بغيتك تشربه بادالي وعطيني كاس نشربه أحسن ويروق بالي مولاي احتى كاس قبيتك كربيتك بغتياني شهورتي بكربيتك وانا كذلك ليك ربيتك واخترتك خديني من يديك مولاي مولاي خلينا من الكاس المدام يسمعني من صوتك أحب خلي المراوغات أمرتك تشرب الكاس شربي مولاي لا لا شربي لا شربي شربي بصم عم لكن أنا معدورة ولهذا العمل كنت مجروح وشكون جرك حكيني سرك وعلاش نعذرك لا حكينيكم كل بكاني من مدينة الدور لهذا البكاني موسيقى مولاي سيف أرعد حياكم زحل عربي اسقار بيوس بلغني أشره خبار قمرية الجارية بلغني يا مولاي بللي قمرية والجماعة وصلوا وسلموا الهادية بدوا يزن الطاغية وفرح بيها وخاد الجارية القمرية وسكنها بيته وجعلها بين جاريته وربما تكون الآن عطت السم وسقاطه ومنحياته حرماته شكون بلغة هذه الخبار واحد من الرجال اللي ينشاوا معهم لما وصلوا دوزوا ليلة رجعوا وخلاهم من بعد مدة غد يرجع راجل ثاني يخبرنا بللي جد في الموضوع ها إلياس خرديوس والآن سمعوا يا رجال بمجرد ميموت دو يزان ولد الأندال وتخبرنا قمرية بكل الأحوال غد ينتقدموا الجيوش وتهجموا مدينة حمراء ليمن غد ينتقدموا الجيوش وتهجموا مدينة حمراء ليمن هيا فضياتكم محمية قمرية جرحك لكل ما جات من أجلي وعرضت مقدار السم اللي كان معاها وقسمت أمامي بالخالق لقدر ما ترجع ليه ووعدت هيلك انت صدقة حد لأداة يا سيدي إن قمرية إنسانة شريرة تتأمن بزحل وتكذب بالرب العظيم حضر معها ذلك واجعلها أسيرة واستأت وجه أرعد اللئيم لا تخاف يا ياتري أنا محضر ذلك وأنت الآن هيئ كل رجالي وبعد مد تنهجموا سيف أرعد وخلي عناية الله تتنفد نعم إنما لازم من خطة متكونة باش كل أعمالنا وانتصاراتنا تكون مضمونة سيف أرعد معه كاهن كأنه إبليس اسمه الساحر السقرديس هو شيطان مريد وجبار عنيد السيف فيه لي فيه تجمع كل ما عدنا من كهان وحكماء واشرح لهم الموضوع حتى يفكروا في طريقة تخلي سقرديس اللعين مصروح بإذن الله بإذن الله والله لو ما كان جمالك في الثان وقدتك ساحل لكنت جزيتك على غدرك وبسيفي سكنتك قبرك لكن قلبي فعلي يكبر عدنا شكرا لعظمتك ومن اليوم أنا أخذت لك وما تهمني إلا راحتك ومصلحتك يكفيني عدفك هذا وجودي بقربك منتع السعادة أنا متينة بحياتي وأنا سعيد بك ولو كنت ناوي القضاء على حياتي أنا حاسس قلبي هواك وهو جمالك اللي ما ملكاته سواك مولي قمرية موسيقى نحن في اليوم العاشر وقمرية مظهر لها خبار ولجن المرسول اللي كان مقرر يوصل لصرا فين سقرديس خادمكم موجود يا مولاي مم أش من خبار على الجارية قمرية يا مولاي قمرية صلحات الدويازن زوجة مكرمة ومعززة اليوم جان من عندها رسول ومع خبارها واشنو خافية من أسرارها مم فين هو الرسول قدم يا رسول حياكم زوحان يا مولاي أرعب من جريتكم قمرية المخلصة الوفية السلام والتحية كرخبركم باللي دويازن بتس أسرارها وبحلاس محلها وجارها وهي الآن مرته مقسمة كل حياته لكن كرخكم باللي على تنفيق خطة مزالة حزمة وطالبة صبرك وبعد مدة باللي جدت خبرك وعلى سيدي الضحية والإكرام واش كون خبار دويازن بسير؟ هذا أمر العقل فيه حيل المهم يا سيدي خلي القمرية امتبع أعمالها أوروبنا الكريم زوحان يرعى موسيقى 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 الأحلام مكان نور فين يترب يترب فين رايح يا مولاي نور ومن جهة تانية شفتش مع أخرى عندهم وجوه أبشع مشابت عيني أمامهم وحش مفزع كيربد زحال زحال النار الصنم النار الصنم عبد وأحجار ومن أنفك يا مولاي والله أعلم قد تنجب والد طاهر مؤمن بالعلي الطاهر وهو الولد اللي تحتت عنه الأساطير قد يظهر قد يظهر قد الديار ويقضي على كل أشرار ويوحد العزيز الجبار والآن قم يا مولاي وارتح تصبح ونمشي ونزور المكان والمكان هو بيت الله الحرام بيت إبراهيم الخليل الرسول الجليل وتكسي المكان شكراً على هدية الرحمن الواحد الديان والهدية هي البطل المقدام اللي قر ببان سيد ابني دي يزان ومن صلبك يا سلطان يا صاحب العظمة والشان ما فهذا شك قمرية الباح خبرتني باللحامل تنامل يا مولاي يا يترب هيا الراحيل في الصباح نمشي البيت الخليل نقسي البيت الحرام كيفاش؟ شو قال يترب؟ أنا لنجب ورد من دي يزان ويكون عظيم الشام ويوحد ربها الأرباب يعني دينه يخالف ديني ويحربني ويعاديني لا 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 أنا ليك يا بلنسان والولدك عدو طول الزمان قمرية قمرية ما هيك يا مولاي أنا حاسس بيتعبان لكن فرحان لايق تبينزور المكان ونطوف على البيت الحرام نزيدك من هذا المشروع لا مشروع تفيه كفاية أنا عندي رغبان حدة أعيان قبيلة لما تناسوا ترتاح حدتهم في صباح يمكن أنا ما أصبحش ألحص بموزة يا فاروقي مولاي 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 بموزة حيّة الله يصفح ألحص بموزة حياكم الله يا أعيان قبيلة أنا تعبان وحاش بالمود قرب مني ومن الحياة يمكن يحرم وصيتي للكم هي هذه امرأتي قمرية حابل وفي القريب غد يتوضع يمكن ولد يمكن بنت الى انا فرقتكم قبل ما توضع رها هي صاحبة الحكم عليكم احتى كبر ولده ويأخذ مكاني واذا كانت بنت مكاني لللي تزوج بها وعليكم زيارة البيت الحرام وحماية الكرامة اللي دمناها بالبطولة وبالشهامة قطر الله مولا 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 اخليني انا احدا عدير ساكن غريه السيدي ومولاي انا استبكي يا قمرية وكيف ما نبكي يا مولاي وانت خلعتين ابو صيتك استرعبتينها قل ما عملت عملت من اجلك ومن اجل الشيء يثبتلك لكن انا يا مولاي قل لك يا عملي وحياتك والقرب منك لا لا تركيش دموعك غالية يا قمرية والله ما غالية الا حياتك يا عز الناس شراب يا مولتي زيدي 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 ابو يا عصيري خطف حرارتك يا مولاي اسكيني يا قمرية موسيقى مولاي ياسف عاد حاجمكم الاحكيمش طلب الشرفدي نديكم عمره يدخل شقر ديش قريب ما هو غريب ابصر يا صاحب العظم عادوكم الادود دويازان مات القمر يبعته رسول بكل تفاصيل الاساطير تكلمت عن الولاد اللي غديين جب دويازان هو العدو ومنه الخوف مولاي الغلام مازال مظهر واللو يزن زوجة وحدة وهي حامل منه هي قمرية قمرية جارية من جواليك المخلصات الطائعات انسان واتي توضع ويبانه الى كانت بنت لا خوف ولا حزن وإلى كان ولد قتله اسهل من كنسان بعته الهدايا القمرية وبنغوها رضايا وشكري اما انت يا فقرديس امري لك تمشي مع الهدايا وتتقاشم بقمرية حتى توضع ويبان ولدها ذاكك او انت وكل قمرية خير معين في شؤون الرعية ديالها من قبيلة الحمراء في اليمن امرك يا صاحب الشار ان نهايد اللات موسيقى والدي موسيقى سيدي يتري راجل من رجال سيدي ديازال في حالة مؤليمة طار بيكلمكم والموت لبينيديكم مرحبا مرحبا بجميع رجال سيدي ديازال ومحنا جميع الا رجال اتفضل يا رجال مرحبا بجميع رجال سيدي ديازال على وزير بولاية ديازال اهل تحييه السلام مرحبا بجميع رجال وعليك اشك السلام سيدي ديازال اهل قبيل خمراء اليمن كي يبلغوك افضل السلام وكيخبروك باللي مولاية ديازال انتقل الى زوار الخارق الديان مرحبا بجميع رجال شخصك وكي يترجع ويشوفوك بصحب الحكمة والبيان والله الله سيدي ديازال حامي الرجال والنسوان كاسي البيت والمكان عدلوا كبرياء الزمان وامهر تارس في الفرصان هتحق بالرب عظيم الشام صاحب الفضل الديان الرحيم الرحمن مولاي الخالق سيدي سيدي مترو وسط جنته مع احسن عبيد هتحق عليه يا رجال فالدموع ما يفيدو خلينكم المبيان تيري تكملوا وفيدو قوموا وصلوا وارتاح يا رجل وعمر له لهذا يا مهما يطول لازم هي قمرية المقار المخصية وهي غدرت وغدرتنا بموت وفجعتنا وهذه إرادة الله بدأت كتنفد فتركها موقف حد قرب خلقه لما أسعد صاحب الشام الشام الأمجد سيف بن سيف ذو يزن موحد الواحد الأوحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الله الله أكبر شام على خد تسحر كامل زينه يبهر تاهر تقولي معطر من سفتليكو يمضر تقولي ماو يهدر زحلي حد من الشر ومن كل مكار يمقر تقولي داعبي مانيا جل ماحنا جل مدرعة تتسعني شانت خد ترجسني اشتركوا في القناة 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 ويصعد عليك وعلى إحساسك تقتليه بيديك وأحسن حيولة نفعل معاه ناخده أنا وعبد من عبيدك الصحرى نرميوها زاد للوحوش نجعلوه وانتي عارفة الصحرى ووحوشها وأخطرها ابدايا شوفي سقرديس ناخده رأيه يعجب رأيك خودي الغلام انت والعبد شابير وحلو أمرك يا موليت موسيقى ناخده نتاين ناخده نقبضها الجامل حصن رياح كوزع والصحرى غطبة رحنا بعدنا كتير يا شابير نحطرغنا هنا ورشع هناك مكان خلم الوحوش لازم نقربو شوزع المكان المعروف المكان مختير مكان أساد والخزر موسيقى شابير اهنا مكان مناسب مثل هادسنا هكتفي هنقبه هنقبه وخليه يا شب تستيد موسيقى ناخده موسيقى 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 وليه شي خنقه ينتحي هذا أعدني ياها وحذها كافية من نهياته وتخنقه خليه جنة الصدره ورسه وما يطعمها حتى تخنقه الريح أو يدوز وحي صادقه هاك، هاك بولا هاش، هاشي يا فضع البودور هاشي يا أضوى من النور قد تكون عشال انسور وبموتك يتكده بالرمل والسهور والملاحم اللي قالت انت عمر القصور وحامي كل مكهور واسمك يا رجاء بين الكبرى معظم ومشهور فهات الصحراء هادي غادي تلقى بدايتك مع نهايتك خلقوا يقتحسوا يا شابين خليه بمكاه يا عيد على وحش خلقوا منته يا الله يا شابين الشمس غمات ورياح قويه يا الله يا مولاتي هادي شب كم شباو شحر خاليها وعجوبة بعدما كانت محشاة صبحت ضو يوم حبوبة هذا لازم سرم الأشرار وقف ضمهار عشرين سنة ونصية من الكبر عمري من دهش تكفار ولا ان في اخطار دي مراجع بسادي وقوتي وقتولا دي يا خارق بويا وإجدادي يا حامي كل عبادي حطق مراضي هادي يغزالة جاية ومشكة منباليا سيضا سيضا ممتزغاليا تفروا أزوجتي الغاليا هيا يا جايا جايا يا جايا قربي قربي جواب قربي مه حزبت جب كات يا ماتي فيا ماتي سلتت هربات قتعت شمكو هربات وفين حتى ترب انا ورا هاتين ممشهات ابرد بسماء مني لفلت هات شاك يا عشب هذا نير بحماقه زالي بالتاني شاك ريب حماحيني ما شفته ولو دني شمحته تفل بحو تفل مكرم ونشوف نترجم نخوف نخوف موزان عربات تفل يا بكي خريب بوكا او بوكا اطفال و اطفال نشي غير تفل بحط لسي غير تفل بحطة غلام بكا يعجب افرح يا قلبي وسعت غلام شملو بلو ما الحد زيني بحاروشا مع الخد شمه بحضة كيس عبر بالتحب يا فحي يا سعدي نأخذو نهر نخبر في شديد فرح وتضرب ما توكي ما توكي مهرام مهرام لازم نخذو ربي المسبونك و نسميه حنا بسويش ما عندنا أولاد ورب السماء علينا بيجاد والجميل بلا وجاع بلا مخاض يا كبر يرجع لنام الأعضاد اش حالي شرفك لنادوه أولاد الشياء الغالي يا مرتي الغالي يا مرتي شوفي هذه جمال الثان ما هو إيدا ولد ناسك برشان وهذا الكيس منتهب اللي معاه به كيبان اللي الغلام ضحية انتقامه غنان وحسن حاجة نعملها هو الضمانير ناخدها ونسلمه هذه الولد الوليد القبيلة هو أولاد هاد السفة الجميلة والولي غير يشوفوه ويتمع عنفزينه وحرفو ينعم علينا بخيرته واش منا بعطفو رعايته قلت مثل هادا لاتني الترفف قصور عارض ضحية تجور رأيه ورأيك اللي عملتي بها الخير خوده عند الولي هديها الدباتي أحسن تدبيا هاكي الكيس ورأي الولد وبصرحة وجدي للزاد ونمشي قاصد قصر الولي إفراحة كم جذوره البطار قول ما بك يا صياد وشلو هذا الامر اللي قلتها مجاد انطق يا صاحب الجهر الكبير والرأي السليم وحسن التدبير يا حاكم كل كبير وكل صغير يا صاحب كل نعمة وكل خير انا صياد خادم من خدامكم خرجت للغبة كيف عدتي مع عزادي ومعدتي نبحث على قوت ولادي واخوتي وبنيت شبكة وانتظرت وفي الصحراء تعجبت وتبهرت وبعض لحظة بنت لي غزانة سبحان اللي خلقها تعالى وقصت شبكة حصنات وقتعات الكنة بنوهربات تبعتها وهي أجرت تبعتها حتى وقفت وتما شفت معجزت المعجزات غولام جميل بحال قطع من نور عليه إيمار طولة الكسور منو غزالة قربات حلات عليه واحد فات خاد تديها وبدأ يرضع ومن نور نور يستعر قربت من المغزالة وهربات وخديت الغولام ولموشرت لبيتي وداري قررت هاد الولد نقدمه لكم يا سيد أخياري خدوا من الغولام وعمروا سطرديون يحضر أما انت يا صياد خليك تأيظهر ما يظهر أشربان في عمر الغولام يا سقرديون صاحب الخط والتعزام مولاي الوالي فراح عاكم الجزور والبطاح تضح لي وبان باللي على يد هالغلام غاد يتنف الدعوة نوح عليه السلام ولا عاش يحكم عرب وإعجام ويحطم الأصنام وينادي باللي لدى به إبراهيم الخليل وفي توحيد الرب العظيم الجليل وغادي يصبح بقوة ملهم تيل وصوت كالرعد يزلزل وعلى يد دماء كثيرة تسيل ومنه غادي ظهر العباد الرب زحى كل الويل وغادي بدى العقول تبديل والرأي عندي يا مولاي الوالي تقتل هذا الغلام وتريح من شر النار والرب والأسلام حياته خطر عليك وعلى كل مخلصة يعليك موتوا لك فيها إفادة يا صاحب العظم والشان يا حاكم الحكماء يا اسقربيون تأكدوا جيت أكثر من كل كل ما قتل أنا الشاف على هذا الغلام وعلى قتله ما قديت كيف يمكن قتله وأنا اللي بالعطف نديت أنا مراتي حامل ويمكن توضع فادليله خايف لقتلته زوحى لعقبني وبالي يفصل بمراتي عاتبني خليه حتى توضع مراتي إذا ولدت غلام نقطع راسه بهذا القسام وإن كان غير غلام أنا لازم احتفظ به ويكبر في ضلي وأنعامي أنا أقول أنا أقول وخايف مراتي سوضع بلت أحسن حاجة لإحترفت بهذا الغلام مولاي الوالي رأيك محترم مغالي هذا الغلام بني ديك خوده وزحل لرعيك موسيقى 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 هني يا8 ثني على للباستيما ودعا لمدينة بهجات ودوات وتنورات يا مولاي ها شنو والدات؟ بنت يا مولاي كأنها القمار في الثربعتاش حسن كمال وجمال ممت له جمال شوف شوف يا مولاي قربها يا جارية بنت كنت مثل مني والدي يخلفني وبينحقق أمجاد كيفاش على خطها شامة شامة مثل الشامة اللي على خط الغلام اللي جاب سياد ها شاد وصورتها مثل صورته وجمالها مثل جماله ونفس الشامة هي الشامة وفين هو الغلام الغلام في الغرفة الثانية جيبوه نحقق فيه ونقارن بينه وبينها حاضر يا مولاي هذا العجاب لمنك عجاب أنا ننجب بنت شابه الغلام المجهول الأصل والنساب ها هو الغلام يا مولاي فرح حبيه جنبها ها هو يا مولاي جمالها جمالها جماله والشامة والشامة هاه يا مولاي زحر هاذي عظامتك وهاذي إرادتك وهاذي معجزة من معجزاتك أمرك لا يسخرديون يحدى عندي في الحال زحل يا زحل خفف خطباك زحل يا زحل جود برحمتك زحل يا زحل نجي ختامك المخلصين الطائعين يا زحل يا مولاي يا خارق النور والنار أشبك يا حاكم الحكماء يا سقرديون يا مولاي إفراح حاكم الجزور والبطاح اليوم سمت الخير والشر صاح صاح بعد الخطر لطاح يا مولاي الوالي إفراح وضع يا سقرديون هاذ الشام اللي على خط مولايات الأميرة الصغيرة وهاذ الشام اللي على خط هاذ الغلام قالت الرمال والأقلام وجميع الحكماء بعد التعزام الي اطلقت الشام بالشامة للشر بزوج علامة وألام الحبشة والسودان ما تنفع فيه ندامة هاذ الغلام هو وحش الفلا ما وراه إلا الشر وكل البلع وحش الفلا وحش الفلا وحش الفلا هذا اسمه خد سيفك مزق جسمه إذا عاش وكبر واخد بنتك وشملتيه بعد فكن عمتك غدي تم كل صغارك وغدي يزمق الأنصارك خد سيفك لا تتردد قتله بسرعة لا تتردد هذا سيفي يا جاية مولاي فين وحش الفلا أشكون وحش الفلا يا مولاي فالغلام وحش الفلا الغلام فالغرفة مع الجنب مولاتي الصغيرة يلا ما يا وتشوف المزخ داته بلا عبف ولا خوف موسيقى موسيقى يا نار يا نار يا حاكم الجان أنا أم عاقصة عندي طفلة صغيرة تزاد يوم تزاد إنس اسم وحش الفلا وهذا الغلام اليوم بني بدي الحاكم من الحكام على الجزور والبطاح اسم الوالي إفراح هو الألحام السيف وشاي قاصد هاد الغلام اللي تكلمت عليه جنون وإنس وأقلام هو صاحب حسان سيف من ذو اليزان لهما أنا قلب أمرك نحلي هاد الغلام قبل ما يسبح في العدل موسيقى 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 هذا سنفي بينكدب الكتب والأقلام بينكدب أصحاب الرمل والعزام هات خود يا أولاد أشنباني الخبيون مولاي الوالي فراح وحش الفلا خطفاته جنية وهو الآن مع بنتها وصبحات له أم حنون وبنتها خطو وهذه الجنية بنت كبير القبراء للجن يعني لازم الغلام ما يحقق مقالة الرمال والأقلام وما بلكم في التعزام مولاي الوالي حل خدامك أنا وخوي الحكيم سقرديس لهذا الغلام المرساد حتى النهي وحياته وخدحميه آلاف للجن مأن ورتاح يا مولاي الوالي فراح غدي يا مولاي تكتب المولاني الكبير سيد كل حاكم الأحرار والعبيد صاحب العظم والمجد سيف أرعد يأمر قوي الكبير سقرديس يجي لنا لمدينة الدور وبجاه زحل وناره قوية ونتحارب أن أوضاع على الجنية الخبيدة حتى نرجع الأولام وحش الفلا المهم مولاة الأميرة الصغيرة شامة حضيها وحاص عليها بش عمر الشامة بيالها مطلق مع شامة وحش الفلا بنتي شامة شامة تكون زوجة في يوم الأيام الوحش الفلا هبدا وخطعونه كبراء الجن وشياطين الدودية الويل لا الويل لهذا الغلام مني مولاتي قمرية الحاكم الكبير صاحب التدبير وخادم مولانا سيف أرعد بغا يتشرف مقابلتك سقرديو السيد من الأسياد عيب تشورع ليه إدايا العفو يا مولتي تفضل يا حكيم على صاحبة الجاه التحية والسلام أهلا بك يا كبير الحوكماء تفضل مولاتي جاني رسول من مولايا سيف أرعد كأمر لنحضر بنيديه الأمر الحاجة تقتضيه والشكر لزحل اللي أنا ذادي وحامل أجمل ارتسامات ومرتاح عليك وعلى الرعية ديرك وغادي نحكي للمولايا سيف أرعد بقدرتك وعظمتك ونجعله يتأكد باللي مولاتي قمرية أحسن مخلصة وفية بلغ مولاي سيف أرعد بل مدينة الحمراء اللي كانت تحت رحمة سوجي دنيا زاني وكانت كفرة به راه اليوم كلها كتتفين اللي حاول يخرج على طاعتي طاعته الويل والشر جزاؤه زحل يحميك ومن كل شرير ينزيك يا مولاتي قمرية الوداع الوداع يا سيقار دلوس ياما نعم يا واحد الفلا فينك تغيب عليا تيو أختي عاقصة أشغال تكبر وتحرفها وكيف أختيت بش معاك ونلا حيث نكنشي في يوم واحد ونرجع لمكان ليو أختيشين تحيات كلها ما تسلو وعلا شختي عاقصة تسلو ونلا حيث هي ماشي الحالك انتا اينز وأنا وهي من الجن كيفاش انتي أمي وهي أختي وأنا اينز انتنو من الجن هذه إرادة الخالق أنا مش أمك أنا خطفتك من بيني بأعداء بغاو القتلوك وجبتك وربيتك هالي سبع سنوات واربتعتك مع عاقصة بنت وش كوني؟ وش كوني؟ هذا أمر القضر وحده اللي يقدر يتسلو كليل حتى اليوم تعد نعرف أنا كنت نسني هكي يوم أنا كنت نكلفة بيك ونحتفت بيك حتى اليوم اللي تسولني فيه هاليوم وهنا سولتك لما تسولني ما تلاليك ما تعمل عندي ما دمت عقلتي وعرفتي لازم تعيش مع الإنس بحالك ما تقول الإنس؟ سنأخذك ونحتك في باب بستان عظيم الشام فيهم الأشجار والثوافل الألوان فيه راجل فشورت إنسان فارس أفرس من كل الفرسان صاد كل حجر يسمع طنطن خراق الشجر وفي هذا البستان ستكبر وتربط حماية هذا البطل والتعلم الفرنسية وركوب الخير وضرب السيد وبعد ما تكبر ستعرف أهلك والد منتا وش كون هو بطاك وش كون هي أموك وماذا سنعرفوني؟ أو يعرفوني؟ إن موجد السياد في الغابة كتردع من المغزالة كارس عنقك هذا العقد بهذا العقد اللي في عنقك سيعرفك أهلك في يوم من الأيام وكذلك بهذا الشامل اللي تخذك وأنتي ياما أختي عاقصة ما سنشوفكم؟ إلا بغت عناية خالق يا الله انتي شبختي قبل ما أمشي اخصة 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 اخص هلو Communications اش هدا ، Андرازامbok غلام ؟ ما اسمك يا ولد ؟ وحش الفلى وحش ؟ والنساب لهاد المكان يا اعمر ما اقدر يقرب وهي انسان خطرا الخالق الديار وما خف regular مني ؟ ابدا انسان وانا اانسان وانا ما زل ما كنت 듣 بياس معي الخوف عجيب يا ولد. سيد قرب عندي. صافي. ما اليوم نجعلك ولدي. سمعوا يا رجالي. ويعفوا الثاني. هذا الولد جاء الباب بستاني. ما حس الأبراد. وانا خاف مني. قلبي عليه اعطفوا حن. كان من الإنس او كان من الجن. ما اليوم نعده ولدي. اسمه وحش الفلاء. وحش الفلاء وحش الفلاء. قامت حياتك يا خراق الشجر. اسمك خراق الشجر. اسمي خراق الشجر. طاهر كل جبار. محطم الأشرار. ما نخشى لنار ولا أخطار. راجينا علمك رقوب الخي. ودر بسيف. ونجعل منك فعلا وحش الفلاء. خذ راب زحال. تعالى. خذها دلكم ارصدرك. هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها اخوذ يا وحش الفلا هاد اللقمة اخوذ هادي من نيابه يا خراق صجم اوقف يا ابوية اخوذ وحش الفلاح والدي اليوم انا سايد اللقمة ديالك سبحاء كانت شعلني نسقط الارض قاور لا اخوذ. يا وحش الفلاح اخوذ شريسة ما هاتي وكلهما عادي وما خبضني فيك جسمك أقوى من الحديد صوتك كالرعد يكزر جمالك فتان ساحر عنايات السامة جعلتك تكون كامل ويكون لي شرب يكون أبو يلا الآن ما نضيعش الوقت خد سيفك هذا سيفي أركب عودك نركب حصاني خرق شجرة نخرق شجرة حصاني خرق شجرة يا الله يا وحش الفلا يا الله يا ابو يا ابو مولا يا إفرح مولا يا إفرح الأميرة الشامة الأميرة الشامة مال؟ بحثنا عليها في كل مكان ما وتبنها شيء ولكم أسم الشيطان ضربيكم وبين شامة يلا هو يخزيكم ضحشوا عليها في كل مكان اشتركوا في القناة أني يا مولاي اسم المغتطف هو اللي اسرق الأميرة الشامة لا هو يتزوج بيها يا ويلو يتزوج بيها وانت عرفت شيء حكيم الحكوماء وسافت فين الرمل والتعجاب فين السيح والتنجيم فين براعة فقار الجين والشياطين فين أعوالك والمساعدين هلا نخدوها نخدو بنتي فين عنايتكم جبدوها حرروا بنتي من هالجن الطاغية هدئ روعك يا مولاي احنا خدامك وكنا تحت أمرك وإشارتك لازم نعملوا جميع جهدنا ونخدوها من هاد الجبار المغتطف وإن كان هو من الجن اللي صعب علينا القضاء عليهم لكن يا مولاي ما تخاش لازم القضاء عليه مهما يكون جاهد زحن شنو هاد الدجة يا بويا خرق الصجر ومال هاد ناس صيحة وراء القصوار هاد يوحش الفلا جني اختطف بنت حاكم المدينة وفرض عليهم يتجوش بها وبناخيمة قدام المدينة ولزم على بوها وريجر قبيلته يحتفلوا بأرسه وليلته ولما عرفت حاكم افراح أوامر مختطف الجني هاجمهم السحاري بدأ يردمهم من حياتهم يعدمهم حتى استسلموا ووفقه يحتفلوا بأرسه وانا الان في طريقي عند والى افراح بعد ما اطلب النجدة ديالي والمساعدة وحق الرب الديان يا بويا خرق الصجر لو لا شوقي وحبي معرفة اصلي لفرقت لكن الى كان محدد الاعمار زايد عمري لازم انتقبل وامرني منسج ميلك وفضلك عليها انا فرحان اللي كان للفضل وربيتك وكبرتك وانا سعيد اللي غادي ينطلق منك باطل شجاع فارس لا يقهر ولا يخاف الاخطار الوداع يا ابويا خرق الصجر الوداع يا وحش الفلاة اشنو هذا قدامي غار غار فالبرار والقفار كان شوف باب اطار يمكى الجن يمكى البشر نتوكل على خالق الكهون ونتعرف على صاحب هذا القطار شكون عليك افضل السلام يا هك خليقة الرحمن كنتي جني او انسان عليك عليك تحيط الرحمن اهلا بك يا صاحب الشام وحسن الباية اهلا يا وحش الفلاة قاهر الفرسان شكون كيفاش من عرفك باسمي يا هادا جاوب جاوب اللي عليك فتني افادها انا عبدلهب عرفني اقدامك على الدخول لهذا الغار وجمالك الفتان اللي فق نور القمر وصوتك اللي كالراض يحارك الحجر والجمل اللي على خدك تبهر الانظار انا قريت في الكتوب على الكنز في هاد الغار فيه صوت من الجلد المتلصم وما يمكنه تفتح هاد المكان الا عليدك ياهما يلا تفضل وافتح واخد الصوت المتلصم الصوت المتلصم حشي وشن الفائدة ديال هاد الصوت المتلصم هاد الصوت لما يكون بين اديك يمكن تحارب به اعظم الجن واكبر الانس ولا من حد يقدر ينتصر عليك مدام هاد الصوت بين اديك انت وكّل على خالق الكون هاد الصوت هاد الصوت مصنوعين من الخشب انا صنعتهم سلوم بهم يمكن تخبط وما تخاذج وخاذج جبر اللي جبرتي في طريقك الصوته مرسول عليه وما يخد حد من غيرك باسم الخالق الديان سنضخل هذا المكان اه 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 صافي خير هو يخد صوت وانا نخد منه وبيه يعرف عبد الهب اليهودي ومكر وخبته اه تماما هو هذا ابو شامة اللي قلت عليه الاقلام غدي وحد الرب الديان وكفر بالنار والحجر والزوحى اللي ربنا القهار لازم ناخد منه الصوت وبيه نعدم حياته اه اشهد المكان اشهد الوجوه اه 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 كلام هذا الشيخ صدق هذا الصوت المطلصم اه توكل على الخالق وناخده خديدي الصوت يا وحش الفلا اه نعم الصوت المطلصم معي يا عبد الهب يلا سلموا لي على ما تطلع يا سينو فرصا اه 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 غطار انا ادراعك هاك الصوت يا عبد الهب هذا ادراعي يا وحش الفلا اه 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 و باللي هنا كنز في هاد القفار جبره الحكام القبار وما يتفتح إلا على يد والأخيار وحش الفلا والسيف الرطاع وتقدم وحش الفلا ودخل الغار معتامد على الخالق تعالى واليهودي عبد اللهب يعزم ويدمدم ويهمهم بالزلي تفهم والزلي ما يتفهم تقول لما دخل وحش الفلا لقى صوت معلق على سرير من العالم صفح بالدهاب الوعاج اخدى الصوت ورجع به عند عبد اللهب الليلوي يغضر به لما وحش الفلا شعر به تقلو يتوى يده ونزيدو بالصوت ونزل إعليه الصوت المتلصم واسقع كاس الحمام مات اليهودي وصارو حش الفلا قطرقه والصوت في الده والحصان صديقه واحدة اسمع صوت كينة ديه وباش ما يطول كلامنا صلوا على النبي إمامنا ومع الخيال تسبح أفكارنا وعيشوا مع مغامرات بطننا سيف بن سيف بندو يزع ومع الخيال تسبح أفكارنا ومع الخيال تسبح أفكارنا اللي مش هم عربط رعة تمت الخرق الشجر اليك برقوا ربك باش يساعدوا الولي إفراح بالجنين الجبر المقططف الي خداشة مابنت الولي إفراح اه واشنو بك؟ وفين هو ابو يخرق صجر؟ بوك مخرق الشجر قبل المقططف في الجبر وذانو جانو في القفار هو انا عمل جهدي باش لكاك وانبن لك الخبار يا سيد الاخيار اه الرقصة جرمات ايه ايه يا وحش الفعله قتله الجنين الجبار عابد النار المغطاطف يا سيد الاخيار اه الرقصة جرمات وفين هو هاللعين ابن الشياطين هو الان على صور كبيرت الوالي افرح والناس اللي فرحين بدموعهم رقصين كلهم خايفين من هاك الجنين معين يا ويل بوه يا ويلو حق الخالق ما بدني مشيلو وخدكون كل عفارة الجنس اجدلو لازم نجعل منهار ليلو يا ويلو يا وحش الفعلها فاتجي اني وانتا انسي ومن الحلاق تكتم علاقيتانو هو الخالق عابيم الجاه هو وحده نخشاه يا افرح زد اما من قصد مكان هاد جني يمكن عدمه يمكن عدمه يمكن عدمه يمكن عدمه انا وحش الفلع وحش الفلع وحش الفلع شكو وحش الفلع منش انك الامرون شامه انا الشقي شامه سمعت كثير عن امطار الشام اللي على خدتك وعرف قصتك من هم معتبي الجبار لكن لي بانك يا مولاتي واتحي انا مزقت الخيمة بهذا الخجر ودخلت ارغم من حراسك المخطف فاعظمته لاتلي دريجي ويعمل بعمل لغيرك يقتني شرقت لك منخافيش يا سيدتي شامه عجيب هم؟ شنبه عجيب الشام اللي عندي نفسها عندك وبنفس الخد ويقوم بعمل لغيرك بعملل لغيرك من خلال الوقت أنا يدي من الصعب شوفي سكتي أخليك آه يا صافة القلح والاعتبال لوش تليوم ما كنت فيه الأمار أبعاد في الصغور والاعتبال مش حاذيت بالرجال لما بالصحار والغلال مش حاليوم صحيح من كان في الصغور وقفعان حامل منك الوجه والخيار ما اليوم يتاتي ليك طور ما الدنيا يجيب وماك المحر إذا يرضيك أوه لكن أنا حاس أنا معايا الراجل جال أمك وتماشيك شكون هو يرأيك أنا أنا يا صاح في الخلق الشيعة والصورة القبيحة المريعة يا فم الثقاق ومناخر الأبواك أنا وحش الفنى يا عدو الزاق شكون ومش الفنى يا طبيل الزاق والشجاك يتعاسي من فرق القنسي ما كنتي والعمر كان ولا تعمرتك القوطان يا أولد حاذ قرنان اخزاك الله يا أخ قرجان وولد آذ شيطان قرب عندي يا عدو رحمن قرب ولا عدم قرب يا انسي هذا صوت المترسل البطار خدها منه يا عدو العزيز زبار هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا طار وحرف يمكن يرجع عمو ميره وقبره مات لكن كيفاش يموت وهو رغم الضربعة ورغم يديه اللي قطعتي عاو تطلق شناحه وقلل السمات بحر الموت طار عليها غريب يدد قطعات ودن نساج وجن عمر الضمك يسلم منهم لأنهم تخلقوا من النار بدل الضمك يخرج دخان مش فيش دخان خارج من دراعه اللي قطعت يا شامان شكتو أودك يا نهاية شكرا يا سيدي وملاي ولا خادي من خدامك خابع طلع أمانك عمر لي من سجميلك وحياتي مقطيع بمينك عناي الله اللي مقدهت منها بناري نجاك بلا عليك شكنت يا زينة رجال بلا أنا وحشي فلا وحشي فلا وحشي فلا فيش الطمر ليك خلا لا أنا عرف أصلي ولا أحبابي ولا أهل ولي بحت عنه هون كنت مصافر لكن قبرت الله القاهر ربتك من تسلمك من هابل غادر حنا أهلك وحبابك اليوم نقدمك البني وأهلي اليوم ما الجزاء كل ما عملتي من أجلي لكن يا شاما أرجوك يا وحشي فلا فلا غادوا نخليوا الوقصة وقتهنا بعد ما جاو بحشي فلا الأميرة شاما من المارد المختفق لكن قدرنا نكمل المفصل في اليوم بغيث واحد المؤمن يتكرم عليه وابدرهم ولا زوج يقول هكا ابعهم امر باش فرح ولداتك بواحد الرابعة واخدلي الحم ذات الوربعات المساء الى التاجر يرفع و الى صافر ينجح و الى خدم يفلح و يجعل الله بكل سان يبتندح وقفتنا لانهم اللى كانت من المفصل كل واحد يجيب وكيب غبهم اروعكم يدين بغيث اللى يفرح لي ولداتي يفرح الله فرجنا ذاك الخير اسي ذاك الخير اسي ذاك الخير المؤمن الكرامك هو الله يغنيك من فضلك هالله يجعل البركة هاتي باركة بباركة هارسي هاتي باركة بباركة هارسي هالله يجعل البركة دير الكرش تفدك ليه هاتي مال الحيلات هالفضرة هالفضرة هالسكيكر هالفضرة 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 هذا ما كان الأمر واماما كان من أمر الوالي إفراه فإنه المساق وخبار الشي اللي قام بالفارس المغوار وحشفالة سيد الأخيار وقام بذلك اليوم المشهور وفتح الأبواب وخرجات نيسا والأطفال والشباب وزينوا المدينة بأحسن التياب واسدعى وجميع الأحباب وتقدموا حشفالة أمام الوالي إفراه اللي قبلوا بين عينيه وكترلوا من الأنباح ولبزوا أحسن التياب وعطروا بالعطر الفواه وتحكات قصته السهول والقطاع اش نرعي يكبر شو تانيه عن بعضه قد بيعتباد رجوله وجمال فساحه وكمال شجيعه ودطل شكلفات يبهد لا مضيف يسحر الصوت صار في الجهور كبير والله أكثر النوم عجرني عداني من يوم الشاف عياني نوم كان حماني لنفسه ينساني تقع فقاتي هذا غزينك يتزاده نصاب تقع فقاته قاده يكون مثل هذا كيف ما يشغل قلبه وتحرق فقاته يا موداتي اليوتي كنتي محبته الاخير وفرحاته شحار من عضلي من الجاه معدين صفاته كلب القرب منك عواتف كهداته واليوم جاء ما تلبتي السنالي كهداته سعدات كبيره هو ديك سعداته يا الله هنع في رفاحي خليني في أفراحي صبحي على خير صبحي على خير المودات وحشفتها شاما شاما كيف تفكر بحالي يشغل قلبها ومشغل قلب البالي حسنها جمالها اعتدالها عمر ممرة بحالها الحب وش هو الحب ولكن الحب ولينك في عمد مرحبا وقال اهل الحب حكايني حكايني تكون منهم مقبلين واحد سنة دينار يتعلي جنبة خليني مرحبا 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 واش عرفوا يا مولاي ابدا يا مولاي هو الغلام اللي كان القاه السياد واحنا سمناه وحش الفلة وهو نفس اللي قيت عليه كل اقلام باللي غد يحارب دينا واعتقادنا وهو نفس اللي كان مولاي بغى يقتلوه فاذا بشياطن الجن اختفاتوه وهو ساخد الشامة اللي كانت شامة مولاة شامة والشر كل الشر يا مولاي الاكبر الى اطلقت شامة شامة ما ينفى على اسف ولا ندامة اشكت خول يا سقر دينار هو هذا الغلام هو هذا يا مولاي الظهر بعدها تسين كلها وشنو المعمول يا سقر دينار المعمول اولا يا مولاي هو تعمل شا الدينو بين بنتك مولاة شامة باش مطلق الشامة مع الشامة لان لقاء بالخراب اكبر علامة وثانيا اما اندبروه مكهلة عدم الحياة واما انبعدوه علينا لكن الاسقر ديون هو لي قد بنشيه من دين الدين اللاري الجبار مولاي انا باللخت ومع ليلة لومة والاكلام كتوب اعظم الكهان وتخطيطات عظماء الاقلام را عمرها مخطئات والاكلبات شوف الان اربعين من رجالك ومن اكبر فرسانك ابطار القبيلة يتوقوا الغرفة اللي لا ينفيها ولد المنديلة ويحملوا سلاحهم ويساعدوا الهجمات وصيحاته را عفارس جبار ما يخشى اخطار ثم جارية تدخل عنده وتحايل عليه حتى تاخد الصوت المتنصم لانه مع الصوت المتنصم عنده ما يقدر عليه لا انس ولا جن وعمل جهدك يا مولاي بسمة سيقص اخبار بنتك مولاتي شامة لانك تعطف عليها اكثر من كل انسان فهد الزمان من يوم من قد هم بنتين المارد القرناني اربعين من رجالين وجارية تتحايل عليه تاخد الصوت المتنصم يلا يا اسقر ديول قم بعد العمل انت احصى من يختار ربعين فارس ويريحني من هذي جبار مولاتي شامة سقر ديول اللي انت بيختياطين جو امر من تحايل ان نحضوا احتفالة صوت المتنصم اتقلب غير اتعرف عليه ويشوف شكله ويرجعب اولا شكية مولاتي وحسب الي السقر ديول في البرمتيدة الاحتفالة سيري عن بعض اللي عليك وخبر يبلغي اسلامي ونبتهي يحضر بالو ونحرص على نفسه من هذي مكار اللي لكم يا مولاتي انا شتكتر ربعين فارس احزن باب غرفة بياكو فاعميهم بالنين تدخل عنده نقفدي امر السقر ديول لتخذي الصوت المتنصم امرتنا مولاتي موسيقى سماعي يا عزائز رجالي يا عمبر الان عادي تكون خذات الصوت المتنصم يالله الان امر الربعين فارس من رجالك يهاجموا هذه العين الان في الحين فاعم رجالك بل للجزائركم اكياسنا الذهب والجواعر الاقلتي ولا وحش الفلع وحش الفلع حصدونا اتي حاكم فقنا وردين فاسلي معايا كل واحد منه نتعد بربعين نحنم زحل الله يا رجال يجعل يا خرجات ويمكن معها الصوت المتنصم هذه هي الفرصة باش تنفدوا رغبة تسيد الوالي وتنفد تعليمات السقرديون وتنالوا الجزاء والإنعام يالله هزمة الرجل واحد ياخيرات الفلع خلينا الكاهين السقرديون اللاعين دبرنا كيدا باش يقضي على البطال وحش الثالع واجمعنوا واربعين من خيرة الفرسان الموجودين في مدينة صدور ابطال سهول البطاح خبانينه اعوال الولي افراح وهجموه على البطال وحش الثالع بعد ما ظنوا ان الجارية عن برخ احدات منه صوت المتلصم بينما الجارية وعلماته وفرنسة القرديون خبراته وعلى الربعين فارس نبهاته وبعد ما خرجاته ودعاته هجمات الربعين فارس هجمته رجل واحد ولقاه وحش الثالثين يأتياد ووقف لهم كل أساد في المرساد وصار فيهم يتعن تقرره وتقال الفنس هدا يسين يلدموه هدا ينزخ الحموه هدا يكسر عدموه وفرنسة الابتار اربعين من الانفار كلها رجعات اشتار اشتار بدقات سيف محرر الابتار البطال سيد الاخيار المؤمن بالواحد القهار سيف دو يجر المروا وحش جلق اللي رماض الخالق لكن شنو وقع وشنو ترى وشنو باقي غدي يجرى هدا ما غدي يفعرقوه فهذه الحلقة وفخلقات اخرى وبشنو تول كلامنا صلوا عن النبي امامنا ومع الخيال تسبحنا كارنا عيشوا مغامرات بطلنا سيد بن سيد دو يجر اللي رمض اللي رمض اللي رمض اللي رمض عشي خلال شامع فينا عام ومع خلالك على أصلي ومبعد نكون فيهم غبهم ومقر عشي خلال وانا انت انت أول خلق تنسي قلبي انت أحسن من مرور لكم جنبي وانت لك عرفت عني اشتركوا في القناة 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 ولو تكون فرقهم في هذه ثمن هقد الشهامة هقد البطولة هقد الكرامة هقد الرجولة تعيش يا بطل سير ويحنيك سعى لا يوحش الخلالة تجيش عدي لازم حيلة اذا شي فاعدك من القليلة وتموت شرق تيلا ساعدين جبا وفارس مغوان خد علي جميع الاقطار ومع فرصان كلهم اشراك ولت واحدك لا من يساعدك مجمش ايش ادي مكيلا جبتها سقر بيول لعني واثتر بيها على بويوريسكي شهامة انا واعد تبوك نمشي وصممت نمشي هدقي روعك ما تبكيشي ولعمرك قصير يومي ما تفتوشي ولعمرك ويل معايا تشوفي وتعيشي انا حاربك الجن من اجلك وانا حارب الانس من اجلك بش لما ناخدك نستفلك شامة بتسمي وسجعيني لك سيدي دمعة عيني رب السمم عايا ومعايا وسيف الجن بيحمي يالله بتسمي وودعيني رب السمم رب السمم رب السمم رب السممم الشمس غر بخمشات ورياح صخرة كوات كل شي هون من أجلك يا شام راضي خاضعة نحس بالدام عشر يوم طريقتي من المتمرية المنامة وديار سعدون مبانت ليها قلاء سرى يوم والسلو الوطفاء بالدام شراء يوم بسترد وزرزا وميام ويوم توسر مينا تقارب مينا روح سلس لقد بهذا شيء وترجمة ذو قل marked السماعه وسلس وسلس ولظة المترجم للقناة 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 أنا سعدون اللي تعطني أمام أكتار واللي عندني اللي بس تدل والعار ش كنت يا جفان إنسي أو ملجان يا سعدون يا قرنان أنا من الإنس ماشي ملجان وجيت ناخد راسك ونخلط أنفاسك ونهدم ساسك والأطراح ونزول على هدل الجماعة الهموم والأطراح لأني اجعل دراسك مهر لزوجتي شامة بلت حاكم البطاح الوالي إطراح وش كن هي شامة وش كن هو إطراح ما كنت ولا كان ولا تعمرت بكم أوطان قرب عندي يا أحقر الفرسان عارف قيمتي ومقدورتي وباللي بحياتك خامرتي وجذفتي أنا سعدون الجفان هذا وحشفان المغوار هذا سيفيت وهذا سيفيت اسمت الفتاء انتصر على عضو الحقيقة اللي حرب أمره عظاما اطرة تحت هذا المهان شوفوا شوفوا حشفها لا حشفان باللي عنده خيبرة ومعاري فهاتركوا بالخيل وتقصيف مسعدون كيفاش هاجه هاجم كأنه كلام للأخلاف أو قضاء الله الموت الثال اطوله أكثر ما سوفرت شوفوا حشفانا كايفتراجع بخيبة وإذا قطلوا سعدون غادي تحل بينين بصغيبة لاتش كتلو يا صديقي سعدون فانس هذا المهان ما يقوى عليه حتش الانسان شو ها هو سقطهم الحسان و غادي ينزل اليه فارف فارف نفسي و قتل و رقين شف و خطواتي صارت كأنها الوحد كتب و نمك لك يا بران حاسث بقدامي قاتية فيها ميران و عيني حيث اليوم امر يحير الآن سعدون سعدون يقهر امامنا عشد الفرسان و نخبى من الشجعان يصبح اثير بنيجين واحد من العربان صدقني يا شهمان صدقني يا شهمان ان هذا الفارس ما هو الا مارض من الجان او كاهي من الكهان لا هو غريب و قتاله اعجب من عجيب ضرباته و ابرك من ابرك و صوتك على وجبل ينطق و بالنجاة من السيف اليوم ما كنت مستق لكن اشنو سروا و مقصودوا كل ما فقط في السيف من يدفع دول ياخذوا ليه و يعينو او ارهاب الساعدون قطر جنود فعلان كان اذ كانوا في اول دربة عدموا و الرجعوا كلنا عزيدوا و خدموا اللي خوفني وشغل بالي و تلفني كذلك انا هذا سر هروبي رغم ما شبت قافي كل حروبي اخلي انا وراء انا رقب و امتابع كل ما يشري و اللي غتي يسر انظر 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 ارددو امامنا مرات وقالوا دول كامل يرددن الابيان انظر 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 وقيف تعرضي جاهل فعدون بنظاراته الوي اللي هم ولينا. الى لك بحيطان واستئن بحجماته. يا رجال سعدون يا فرسان. انا وحش الفلاة. مني لكم الامان الامان. لا كول قتالي ولا يغركم شيطان. انا ما جيت قتالكم ولا ناوي نسلم اموالكم ولا نس بعيالكم. انا جيت من اجل سعدون ناخد اسير. وبعد ما يتحقق مراضي صدقوني انا له مجير. انا لسعد المجير ونعم النصير. سمع اشعاري تفهم قصد الاخبار. يا فرسان يا رجال. سابع الى الشماء. نحن 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 نحن. اسمه. اسمه. خذينا تشعرون انتمالهم. يمكن يكشفوا اسرار. وانا نواياها يبرانوا. قرر يا الله. مضرت بعيني ذات حسن وبهجتي. فاورثني ما روته كل حسرتي. وخمصتها من شر كيد عدوها. وقطعت زنده بفائق همتي. ورمت بها تزوجهم وخمصتها. فجاء ابو ريب ارغب آلتي. افسد ذلك القرديون بمكره جزاه اله كل شر ونكبتي. وقال اذا ما رمت ياذا فتتنا بهامة السعدون. فتي يا ذا بسرعة. فقلت له كل الذي تطلبونه ساحضره في الحال من غير مهدتي. قدركم جدا في العراء. وسأنتني برأسك يا سعدون مهر حبيبتي. بوحش الفناء ادعى. وان يخل فناء مبيل الاعاد واللئام بشدتي. بوحش الفناء ادعى. وان يخل فناء مبيل الاعاد واللئام بشدتي. موسيقى يا مرأي. استريد ان امتش عامه. نعم. ومعانيه واضحة مثل نتر. ها? اهو 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 مسعدون ووضعه فوق حسانه. واشنه كما تضرب. خلنا لانبال. ماذا ما عطنا الامان؟ ارجوهم الاعادة. وهو إذا كان خطار كغير من الأشرار لو كان من النوع هذا لا استمر فقطنا وأبدنا كبالا قصينا نشوفه ما ألنا ندركه معا سعادا إذا كان صدق نكونه من جملة شنود وخدامه فهذا مثل هذا يستحق نصير أمام حيثاره ونشيك الجو ونبكك في الكابرات الصحف الشجاع فعلا نعم الصحف هيا بسرعة هذه اقولوا احنا معاه نحبه ما يحبه ونعجبه ونعجبه يا ثالث الفرسان ويا سيد الشجعان يا ثالث الفرسان ويا سيد الشجعان فرسان طلعبيد ورقبنا ابداء وفضل طلب ملاي ابداء والمعروف والاسباب فرق التمثيل الى معروف يا ابن الانجاب وسلحنا منك العمال ومن شعك فهمنا الخطاب احنا هااااااااا من fotos انتم الرجال سعدون اذا انعان يا ملاي من اقوى جاس اللي محاذ بالميداد يا مطلجة لكن اليوم اتمر نجوبا ولاجوبا بحال وسلوك يا مولاي في قتال زاد بعض عدد. الرعب عزمنا وفرينا وعلى قائدنا تخلينا. لكن بعد مسافة اتخذنا الزخرة تخفينا. ومن احناك ضلينا مركب وقتالك وشكنا نبلغ صارك. بطل. بطل ضم جراح غرينه بحنان كأنه صديق حميمه. احسنت يا فارس وانا فعلا لو ما كان غضر الغضرين. اسقرديون اللعين ما كد نازلت فارس مثله. ولا كان هذا البطل من المنهزمين. لكن اللعين اسقرديون هو سعطان نعتو اسمه. واعتقد اده طبر امره حسمه. وسوس الوالد محبوب تشاما يطلب سعدون مخر البنته. ورغم علمي تقوت سعدون بطلته. قلتنا موافق. موافق وتحدثوا. ويا خطأ من بلاه القطار. يا مشرك تليل مع الغار. لون ما نديش نمخبي الاقدار من قطار. نعم ويا ما شفت في الطريق من قصرار. لو نرويها تقسر لها اجساب الكبار. وتشيب لها رؤوس الصغار. لكن صدقوني قرسان. ان نسعدون من الاحب حمايتي. وقالي بقى تحت رعيتي. واخفى من قتم مغرع رفضي. وخى يكبلوه او يسجنوه. لازم نخلي من راحة تقليتي. وإلا اسقرديون اللعين. طابر يفرد على افراح ما قالوا. قليل يوم يسمع افراح ما قد. بطل. بطل كريم وابن الكرام. ها خروعك يا طاهم كساب. لو تكرم وتقفلنا في ركابك. وتحبنا حدامك واصحابك. انتي نوليك بالطاعة ونخف وتعابك. رفقة شعان مكسب ما مثلو منات. ولا جيد يصعد فارس الواء. قد رفقت الرجال. مناق يا فرسان. ايا انشد جميع الرحال. هذا مكان مناسب. يا شمان. النهار. وانفط اللوح للليل. وهذا وقت راعة الخيط. خليك دائما برعاية سعدون هتما جميل. سعدون ماذا ازغبوها. يا ليلة ما سددت لي تلك الطحنة المزغوبة. واشنو هاد الامكان يا وشفا لو. اشكلو فعلا بعجوها. اعلاج ما تقول يا طاحب هذا مكان مصيبته مصيبة. وما يمصليه وينان فيه الا من نويت برعب عمرو على وحش او جنوين دي. شنو هاد الكلام يا برد. كنت حاجة فارس من القرسان فاذا بيك اقل ما يقال حقك انك جبان. جبان. لا 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 يا مولاد. انا في الى الفارس مريض. وقلبهم كل هذه. ايه. 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 هذا ابن البني يا مقدش دي. وقلب زماينة جن ابنان خطار يكون حصل دي لو مفير. اسمع يا بران. البطل الشجاع هو امن عشق اخطر الاماكن. وغامر وسط الوثوش والجن والشياطين. تتعلم فينم يا مولاد. انما. انما ماذا? اسمع. ها ابو من الاحتم ان اختاره ما كان اخوز. هذا ما يجيدي اكد. الجبل ديالك. شنو رطيك يا شمال او حتى انتها متلك متلو? انا لا يا مولايدا. انا اعمال خوف ما تقباب كله. لكن هذا اول مكان حسيت برار فيه. هو فعلا مخيط. الله يخذيه. الان ذلك تصير اللي هلاكم تتخلوا على سعدون وانتغربوا. هذه الحقيقة اه? جوبوا. لا 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 يا مولايد. لا 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 مهم. ايه دعم يا مولايد. الحقيقة اه 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 اتكلم يا شمال. يمكن هناك اشيء من الخوف. لكن اعبرنا. لان بطول تكثير انت خوف. اشتركوا في القناة يا ممكن يمكن يمكنك يا مصدر. يا ممكن يا ممكن يمكن ياập هاتي يمكن. هاتي ونا? هاتي ونا. مالحيه مالحيه؟ ستشتر شتب شتب مهو based؟ ماشنو هذا؟ حيوان غريب، مهو طيل مهو دين حيوان شكل عشيهائين؟ what واحد. ماشي واحد. سب 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 سب. اذا ما هقولهم بحلو. يا فرصي جمال. انا اكبر عن توفى جنوب. احنا تبتين. احنا تبتين. احنا تبتين يا فريق نبزين. ولكن هاد سيور الملائي اللي نقصره جيد. شهران. شهران. اه يا ولان. اه يا ولان. اه واحد منهم. اه. فوق. يا شهران. يا شهران. يا وجد البناء. انا بعض. انا بعض. رسولة رسولة أنا أميني أمني أميني أمني فهدو جميعا خذي خذي أطلق أنت من هل كان الحاد الملعين؟ اه خذيه انت تنفي لعمر مخاب خليكم مصردين يا أصحاب ملايين ملايين عمري مشغطة نوع من حيوان فينادو فيك يا طران فيك يا شمان بوان شمان بوان شمان ايه 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 وفين هو بغران خداه ما كتير شيطان خداه يا ملايين كان عليه سلزيب ويضم لكن الخوف ملا عليه ينهزم ويضرم علي الخطر والموت دائما من الجبان اقرم انت اه 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 لو كان ما تكتير يا ملاي لا طبيح تأنا دكتر شيطان اه 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 في السعدون سعدون انني كنت مغطيه هاي اه 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 انت هاي أبونات راه راه يا امولاد راه اه امه راه يا مولاد امعلك في شرها. امعلك شدرا? بران! ادعان يا بولان! يا تبقى الصبر! تخليك بتمسك بالشجوع انا جاي! جاي! وكيف يمكنكم تصني هذا النار? اللي هتصير لعين لهم تصني! لا تحملهم يا بران! لا تخاف! يا بولان! يا خير كيف! انا هو عارس! انا مارس! دلقتني الى الدرش Rochester! خليك يا سمام! يا سيدون خلقنا! لكن يا وحشف الله من يلتصلي? هاتي مغالرة! يمكن حتى تطيقنا! خايف عليه يضيع معاه او خايف القانا اضلك. لا 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 انا يعني. هو ما بجوش يا مولاي. هو ما بجوش. خلق كوي يا رجل. اذكر دائما ان السلام افرك بالابطال والموت عن اقدام الجبناء. اه ها 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 ه تقني اعمرني ما تخاف اعمرني ما تخاف والان الى مدينة افراح قالوا راوي يا سادات تبعوا تزيدوا افادات بعد ما البطال وحش الفلاء جاب صداق شاما اللي هو المقدم تعدون الزنجي لا اين سكارديون الطرع اللي والي افراح وقنعو بشير فض الزواج ديالبنسو الوحش الفلاء ويروغو واتوب منو لهادية الولي افراح بنا الخيان البيراري ويديان وحضر شيوخ وغلمان وطربو المطربين وغناو المغنيين ورقصو الرقصين فرحا برجوع البطال دويازان وحش الفلاء وحش الفلاء لتفت الولي افراح وطلب منو يدي بنتو الشاما من جديد ويجا وقلوا الولي افراح باللي لازم ليه من الهدية وشنو هي الهدية؟ بغيتوا تعرفوا شنو هي الهدية 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 يوحش الفلاء لكتاب تاريخ النيل كتاب تاريخ النيل كتاب تاريخ النيل؟ نعم ايها البطال الجليل في ممكن يجد هالكتاب يا سيدي هذا شيء ما عندي بيعين الحق هذا الحكيم سقرديون يشرف كل شيء افضل يا الحكيم الكبير سقرديون شرحوا وحش الفلاء اشنو كتاب تاريخ النيل؟ كتاب تاريخ ايها البطال جليل موجود في ارض يمكن بنا وبنها مسيرة يوم يمكن مسيرة سنة واحتحد مع كتانه وإلا ماذا تعليم كتاني؟ وشنو الغرض من هاد الكتاب؟ اللي ملك هاد الكتاب يا سيد غلمان يصبح كيحكم جميع اكتار الحدشة والسودان ويخضعون جميع حكام هاد بيدان ويصبح اكبر رجل في هاد الزمان واحق النور والسماء ما نعريس الشماء إلا لما اجد هاد الكتاب وخدكم بنية لي سبع اقباب ان تكون حرصة اهلة فرسان الامجاب هاكد البطولة والكرامة هاكد الشجاعة والشهامة الزوحى يرغاك يا بطل سيني فرح عندي فرح فما هو قول يا بطل قبل ما نقف طريقي نبحث على الكتاب ابويت نشوف سعدون يمكن ورشبني الطريق يمكن تشوف سعدون ولكن هو اقبلت داخل السجن انا عطيت سعدون سبع كل شامة يا مولاد وراضي بالشكل اللي وبعضنا فيه ترمع يا حكيم زمان يشوف سعدون اقبل مخمل يا رحش الحلاة كيف تقبلت نشويتنا في الحد على ستها التائقين اللي حاجة بالأرض قوار وصبراء الجادي داخل تكلى اليمان باعط يوم او باش ناخدي عليه لكن حد تتساعدكم ومتفتني معنا وفكره تاني يضعطوك الهداء لكن بشيها بطر لا تصدقهم سعدون يا عز الأصدقاء أنا لازم نمشي وقد كل ما لازم نبغى بها وانا عارب في المنتي ما ننساها ولكن قدر نعيش لازم نرجع ولازم نخلصك مع السيجن يا سعدون زحال يرعاك من كل اهتار وانشخوطاك الى اللقاء يا سعدون الى النفاء تمنيت يا سيدي لو كان قمت جنبك وانخدمك وانتخرتي في ليك الوداع يا سعدون الوداع اذا رحلت يا الوداع الوداع خبرني وحشف الانشاع انحيا مولتي بعد ما خرصت الرجال في ريكوب بوكتي لأسراح ودعو وراء أسور المدينة وعلمت مدنبين علي جبوك أنا عاصة بويا رجل طيب لكن سقربي اللعين هو اللي يدفعه لكل شر عمر بويا ما كان شغير وانا في أفله كان شغير حتى اليوم اللي ضربيه هذي الخنزير مولتي أنا متأكد باليوح في الفلاسطة وانا عايزي السعدون هذا رجل كتاب تفتار حمود لكن فين هو هذا المتاب وكيف يمكن نرقاه والأيان طريقي قصد بشير قاه لا تخاف عيني يدفع الماء عن أرض مولتي هذا شعري صدكة وهذا حزامي سلتة وحق مرسلا أنا رده لليوم ليجي في وحشي فرونراه لكن يا مولتي عن بعض أنا قسلت شكرا لنخير يا مولتي شامل م нашем ما أبهر المكان جبه العالي وخالي وبجنب فيها روضة الله أشجار بسقوا أنهار دقة وأوصاها مرقة وميان بدقة شنو هذا صومعة شنو كتحملها تصومعة في المكان مش كون بناها هذا أم غريب هدي ستنيهم ونا في خلاو القطار ولا عيني شاك تحش ولا بشر لازم نتقدم ونتوقفل على خالق الكون ونشوف داخل هذا الصومعة شكونا موسيقى يا حنان يا منان ارحم عبدك الفان أنت الباقي وكل من عليها فان يا رحيم يا رحمن عجل بظهور صاحب السيف والحصان والمنطق والبيان يا رحيم شكونا 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 هذا الجن أو الإجزاء لازم نتقدم الخطب عليك تحية والسلام يا ساكن هاد المكان كنت من الإنس والجان إنني مش غير كفاد الحمد لله أحمدك يا مجيب النداء والدعاء عليك أزكى السلام والتحية والإكرام يا صاحب الحسان البطل مقدان وأهلا وسهلا بك يا ملك بلاد اليمن ومانع الظلم والفتن يا حاكم صمعاء وعدن وصارع الإنس والجان ومحرر الحبش والسودان صاحب الحق والعرفان والمنطق والبيان سيف بن سيف دو يازن شكونا تقول يا رجل ولمكلامك مجه لمهم وجه ليك يا محرر الأكبار يا سيدي سيف دو يازن شلو هاد إسم اللي أنت قتني بيه يا رجل هذا إسمك يا بولاي أنا إسمي وحش الفلة فأنت إسمك سيف دو يازن اما وحش الفلة فاللي سم معك بيه هو الوالي افراح ولا إسم سقرنديون لما وجدك صياب طفل صغير في خلة اما الاسم اللي سمناك دي خالق الاسماء هو سيف بن سيف دو يزن صبرك غريب يا رجل هاد الاسم اللي سمعت منك عمرني ما سمعت من شئ انسان يا ولدي اسمك سيف دو يزن على اهل الكفر والمحن والله عز وجل جلاله غدي يحصل عليك ذيك العدل في الاحكام وتنفيه بدعوة جدك نوح عليه السلام وما جاء به ابراهيم الخليل صاحب المقام يا رجل وشكونا عرفك هذه الاشياء يا هاد الشيخ الله جل جلاله خالق الارض والسماء خالق النور والضماء يا رجل انا اله واحد عرف هو اللي تقوم كي عبدوه وعبدتم معهم كيوحدوه حدتم معهم زحل زحل استغفر الله الذي خلقك في احسن صورة صورك وعلى كتال العنس والجن ساعدك وهيئك الواحد الاحد خالق كل عباد رافع سماء وباسط الارض اللي جرات بقوة البحار وتفجرت الانهار الرحيم القهار اللي جرات بقوة البحار اللي جرات بقوة البحار صادق من وحد الله وحارب من كفر به وعناية الله لي كفراش وغطة وقوة وإيمان انا ملك انا الملك سيف انت الملك سيف ضد يدان وكفراش هذا سر الله لا يعلمه إلا الله يا سيدي فلا تقصب كلامك وابنه تحت لسمعه لكن شنو نقول حتى نكون تخلص من زحل وندخلها بالدين العزيز قول يا ولدي سيف ضد يدان اشهد ان لا اله الا الله وان ابراهيم خليل الله اشهد ان لا اله الا الله وان ابراهيم خليل الله الله كلمات احلى من شهد العزيز كنسمع اصوات اصوات الملايين كتوحم الله وكتسبع به الاسم اه الله الله اصوات الله اصوات 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 كتربت اسم الله احصلت يا ابن الاشواد وامراه والاجدباد شنو اسمك يا شيف عبد الررحمن يا سيدي سيف يزل عبد الررحمن يا سيد عبد الرحمن انا اخطبت انسان اسمها شامة بنت لها للإفراح بعد ما شعرت بميه الكبير لها واخترها قلبي زوجة لكن بوها طلب في مهر ديالها رسل انسان اسمه سعدون وانا جد سعدون طلب هدية تكون كتاب تاريخ النيل وهذا الكتاب لا انا عرفه ولا عطرقه يا سيد عبد الرحمن يا ولدي الى تفتي الدنيا من شرقها حتى الغربها ما غاديش تعرف طريق هد الكتاب الا اذا وقفت معاك عنات الملك الوحاد رب الارباد لكن قوم ريح صانق ونزم من على هالسرج وزول الجام وكون معايا شيء من الطعام وقرب الهاد العين وتودى منها كيف غادي تشوفني توضيت وصلي معايا كيف غادي نصلي وغدى في الصباح ربنا موجود وفتاح ربنا يا سلام كنت حاسس ان هاليكون عنده خالق وهالخالق عظيم فوق العقل فوق كل قوة وكل بشر هو الله هو الله قوم يا ولدي دو يذن وتوكل ع الرحمن وصير قبيح حاجتك غادي تخلي حيثانك هنا عندي جند صومعة وتمشي على القدام حتى الجند تحر جاري وخلي علي مينك وصير انت على اللي سر ديالك اذا عتشتي تشرب من الماء واذا جعتي كول من الخضر حتى تدوز تثيان وانت غادي على الاقدام وبعدها غادي توجد ارض بطحاء امامها بحر واسع ما عنده حد وغادي توقف على الشاطئ دياله حتى الغروب ولم تضرب الشمس غادي تظهر امامك داب فمن تاب تاب البحر هيشة كبيرة جدة واعلم يا ولدي بلي هاد الهيشة خلقها الله تعالى وشغلها بالشمس اذا شافت الشمس مشرقة كتحاول تخطفها لكن عمرها ما كتوصل والاغربات كتدور للجيهة التانية وهاد الهيشة كتبان وسط البحر وكأنها شبل زعم يا ولدي وما تخافش وتوكر على الله وطلع فوق الظهر ديالها وما تخافش راها ما غاديش تحس بيك لأنها كبيرة فوق الحد وعلى ظهرها شدر مليح وراها غادي تقطعك هاد البحر فنش تلعين وتوصلك للبر التاني وفي البر التاني هناك غادي تلقى تريك كتاب تاريخ النيل واذكر الله دائما في كل رمة دارت بك وقبل ما تجرب تيثك على القفار واذكر اسم الواحد القهار وهذا ما نقدر نزودك به من الاخبار يا سيد الاخيار ولما يرجح الله اعمالك انا ليك بالانتبار باش تاخد حصانك شكرا يا سيدي عبد الرحمن وإلى اللقاء ان شاء الله ما تنفوش اسمك سيف دنياذا مليو ان شاء الله اعمالك 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 اللي تحدثت عليه هالريمال والخطوط وكتب اهي لبعد زوجي زوجي اللي انتظرناها هاد المدة كلها وانا انا مستميها واريت خرجي على اصوار المدينة ويتيبسي لباس فاني ويرتبي على احصانك ويجردي فيك المرفود اعمالك 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 لا تصدر بطريقة حربين اعمالك 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 يقتلك بسرعة زيني لنسان ويرخي شعرك راه انسان نادين مما يعرف كتاتان يخجل وقتلك وخيلنا هذا هو البحر اللي قلي عليه شيخ عطمان لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في البناء جبل 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 تحفظ جبل تحفظ جبل تحفظ هيا هيا ما هو الشبل هي الوث اللي قلي عليه الشيخ عطمان يا عظم الله يا عظم الله يا عظم الله لكن إذا انا قرأت معناه البوت تجين كله قطاني 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 بقين عقلنا السيادي خلينا البطال سيف دو يزن غادي تلتيام وعلى ربو ينادي حتى وصل البحر واسع عريض هجان كيف قال له الشيخ عبد الرحمن ووسطت البحر هيشة سبحان من خلقها وهو رفيع الشان كأنها جبال وعينها كأنهم غيران حمر بحال مشاهب النيران وتحركت ووسط البحر بداتها ولو كانت جنبها مدينة لو كان هدمتها توكل البطار سيفدوا يزان ونادى ربه بصوته الصافي الواضح الرنان والقز على ظهرها كأنه نملأ بالنسبة لهذه الهيشة بمحسات ولا شعرات وبعد ما الشمس غربات في البحر الهيشة سبحات مع الشروق في اليوم الثاني وصلات ووقفت في البر الثاني وانزل البطال من أعلى ظهرها وخرج لدك العالم الغريب يا إخواتي يا إخواتي وباش ما يطول كلامنا صلوا على النبي إمامنا مع الخيال تسبح أذكارنا عيشوا مغامرة بطننا سي بن سي دو يزاد يا عالم يا هدمط الله أشهر الأرض ضاوية لمع كأنها مكسير الدهب الصافي أرض دهبية وشمس دهبية أرض من الحشب لا حشب غريب هذا فارس حتى هو رباسه دبي وحصانه دبي عمل لتاب ولابس معيطة الحظ بيته حظ كيف راشي قصدني بها ناوي قتلي يا شيطان يا مليد راجعوا اذكروا لخلقك يا فارس بعد من الغدر وقل لاش ناوي قتلي قد قرب ضبنا فافا خطال المعرق صدني سعدني يا اله القرن نهد من فوق حصانه والخط للأرض هايا العين هايا العين خد هايا اوه شرعت عليك ومحشنتيش هذا السيف لسطرك خود وخود لا 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 ما فلت عني رميسك بعيسة امام خود ندخل معيارة امامها فتا اماما 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 كنت يا فتاة اللي صورتك صورت ملاك وبعلك فعل شيطان انا طمع والله من في الا مجنون اماما اماما بنت تاهنة عاقلة سيدة الحكماء وكبيرت السهرة وشنو السر وجودك في هذا المكان وانش كنتي له يا قتلي يا مولان امي من عظماء الحكيمات والتاهنات قرأت الكتب القديمة ورمي الاشكال باللي الزوج اللي غادي نزوج بالانا غادي جس يومي الايام من هذه الارض من بلاد بعيدة ناوي ياخد من الدينتنا كتاب تاريخ الميل هم؟ وكتاب تاريخ الميل عندكم؟ لا عني كتاب والعالمة اللي ورات نمي لش نعرفت هي شجاة وبطولت حتى ان الحرب اللي نهاية والصيف كلهم طلفي وكل كارث حاربته وضعت في حياته انت انت يا بطل اللي ما تنسع نعرف فيكم ولما حاربته وطارت تبحي طاني وحاربته وانفصرت عليها عرفت باللي انت هو زوجي اللي قلبي امي عاقبة والله امك ما هي الا مهنونة وجاهلة كيف يمكن كلك زوجي وانا من اجل زوجتي ومخطبتي خارج انقاصي التعب والشبائي والله لو لكونك امرأة انخفض ضميري ان نبني الاختعطار سيكي هذا لا لكن اقولي فين هي مدينتكم واش نسمع مدينت نعم هي مدينت قنع وعلى قرب من هاد المثال الخارج مدينت قيمة وفين موجود كتاب تاريخ مني هذا شيء انجلوية كتاب يلا زيدي نركبوا حصان لكون دخلوا مدينت قيمة رضيالكم وانا غادي نعرف كيف نخل الكتاب لا يا اسمي سيف دويا زان لا يا سيدي سيف دويا زان لا دخل مدينت ولا دخل فيها اعضر اسمي الامر الاعمار بيد الواحد اخا يا دويا زان اسمعت لاني انا خلت عليك مدينت لان ما يقبل يدخل حتى بشار حتى بشار غريبية وانا مدينت قيمة كلها ارثاث ومجرد ما تبقوا الغريب الارثاث كتغووا في الصيح كتفيح لأهل المدينة وتخبرهم بالغالية وبعد ما كتفيح الارثاث سيخر الشخص اسموا الغنيات وبسرعة يعرف المكان اللي في الغريب وكيقبضوه وبسرعة يقبلوه ولهذا ما خيط عليك يا مولاي سيبدو يا زان وانا اشهد الحطيرات كلها على كتاب تاريخ مني لانا قوم بنت قيمة اللي عبود ينوم هو هدى كيقبضوه بنت وليس يتشتو عليك يعتمد وجليادة على ان مدينتنا كلها حكماء وصحارى ايضا كتنية وستن حاكمة مني الحاكمة عاقلة فهي رئيسة حكماء وعمرها مئة وعشرين سنة والحاكمة على المدينة هو الوالي فقمروين جانع جابابي وصفتان نصدورهم كلهم بالمكان لسهل الكتاب المقدس كتاب تاريخ مني معنى هذا انني انفكر الامان في كتاب لا لا واخت منقصة الارض وارفات سماع ما لم تراتح الا ومعايا الكتاب او لموت بكتاب يا الله يا فتاة زيدي امامي وجهيني الطريق لا يادو يا زان اذا كنت اذا كان لاجب تاني ندخل في المدينة اعمل شي اللي غد نقول هم؟ اين هو وقتين؟ غد نسي بقتين ندخل في المدينة ونخضرهم من قدوم وبكل مداردين وزينتنا وانت غدي تجي بعد لكن لكن باحد من ابواب المدينة ودود نجيه في الابراج صوت برج الساسع وقصد امامي برج العاشر وهناك غدي توجد حبل مدينة من فوق الدراج حبل محقود صندوق من مغشرة صانعه همي ومحراه من افراد غدي تتحى الصندوق وتدخلوا السر وتضربت رشليه في داخل الصندوق وحنا غد نجيب ونم تصل عندهم ديكم مانسي هي قادرة تشيل اللي يمكن نسلم و تبين شيء كنت هم من سلامت انك يناوية تهردي مني بعد ما حاولت يقفلي وفشلتلي وخفصي يا مولا انا بني كيف فعل بي يا مجرد لكن في قصد تقصد بكل ما يهمني مني الا حياتك و سلامك كيف مغدرتك كنت الانسان اللي انا بسمياه وحياتك انام صدقك يا جميلة لكن تنقصم بالخالق الرحمن اذا بنمنك الغضر تنقطعك اشطار بسيكي هذا ولو تخطيك خضماء الجهاد دينو دينك عبد ربك مادر ويكش كن زحن زحن ما هو ربي ولا انا عرض ربي هو ربك وربك وربي كونه خالق السماء والأرض هو الله هذا الشيء انا ما عزاه ويكالي انا بيه معا وانا بعهد تايق سير يا فتاة لا تقول لي يا فتاة تسميني بإسمي بإسمي طعم تايق بيك يا يا طامت طامت خودي الحصان وانا نشع الاخدام يا طامت بغير تشير العفاء او تشير قدرون هتكت يا ابن سبني وإلاك فانا افضط يا حراج بالغروة افراح طربي انا عزي كلام بقي نقول له لازم نشوفه والسجيل والي من سامات يا عبد الحمار موقع جيتو؟ انت مجرد عبدالسجون مكبل الأخلاق وانا عملا وانا عملا مال سعدوني وانا شنوه غادي وانا اصدعوا وضرنات يا طريق خليت براكة بالسجيل والي او قبل عملا سياتي بحقين سياتي كسر له يا طلاب السياسة تعدوني اسمع يا اذكر جولي يلا عد انا عرف كل دنسة البيت وانتان لي باشترواني اصراح طبراتي مقاذيب بدقدمته وعاق انتان لي بطبرته اشي وقت وثاليا الكتاب بارلكمين انما اسمع هدي سبعين يوم باج مولي وحسي سرغان وكنت اكد باللي انا ما قبل هاد الثلاثل والتخلال الا على العهد اللي اعطيته اما اذا كان على سجنكم وثلاثلكم فراني قابل انقطعها وانخلت انتقل منكم والان بغيت بس عاركم تاول والوالي افراح باللي اذا وقعت مصيبها لوحسي فاله ومات فراني انخرب بياتهم معي يا سعدون يوم الهضام انت الان معتقل عندنا وتحت عددنا وثيطاثنا ولولا خوفنا من غضب الوالي الاكبر في بسيط رعب لكان قتلناك شر ختله يا حوار خلدو حتى يتجربو اسمع يتقف يوم يا عدو زحان ينفج زلدون كتحفيتو لكن انا الان هادئ وثيط لمدة عشر يام واذا مظهرت وحسي فاله خلال عشر يام لنحكم يكون كنا زلدو الآن الآن البهدان هذا البطل الجاية هذا الضوات الأسعر هذا البطل أعatro إنهم سrásكم بهم طهو مصادق عمس الباني يعلم بالعهد الفاني وكالت عليك يا مولايا الخارج اكبر الصدق ومتعلي فاني تحدي أهد الفاني اهد الفاني يتحدث عن الحكومة لكم المصادق يا الله يا صامي يا عزبين الله يا صامي يا صامي يا صامي يا صامي يا صامي يا صامي عافظ الصندوق يا الله أهلاً أهلاً وتهلاً بالبطار الهمام رفيع المقام الفارس المقدام مولايش يفدو يا جانس أهلاً بك يا سيدتي اسمي عاقلة أم طامة حكيت عليك طمح وعلى عظمتكم أكلتك العفو يا مولاي أهلاً مرحبا بك وراحنا نعملوا جيع من جهوداتنا حتى نحققوا الرغبة دي يا الله اللي بس لعدانا راه هتختيك على الأرض حتى نصروا الضارين ونوريك عيني لي وفني وأصراري أنا لك من شاكرين أن يفيدك عفوك وكذلك وكذلك احنا كنا سوداء سوداء يا الله ألبت الأدادة اتبعني اتبعني هذا الحق نحن أقلبنا للمزيد سوداء سوداء لعبانا نطيرها الريح طيرها الريح اخذها بسرعة لا ينكشف أمرك العرصة غريب 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 الأرض تبعني تبعني يا أولدي أش عملتين كاش بأمرك أشهده يا رجال أبطع المولين قمرون الغماز كيصيح والأطلاف كاسب السرب اللي تخل المدينة غريب يا ويلوش كل هاد المغامر اللي قدع على حياته يلا أمر الفراسي شدوا حراسة على الكتاب المقدس داخل المعبد وخارجه ويبحثوا المدينة كلها حتى يعتروا على هاد الغريب واتدعينوا جميع الحكماء وطرابين الخط وأطحاب الأقلام وشوهم مين هو هاد الغريب الكتاب 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 الأرصاد كتقول الكتاب معناه الغريب جاي ياخد الكتاب يا ويلو يلا بطرع بحثوا عني يا رجال الخيار خطو يا صاح يا صاح يا صاح يهن المتعج بحثوا الوضع لا تخاف يا صاح ما دم سيتي معي ولا مستح البال ومحسلة الخوف ولا خطو يا اوليدي يا شي انت وعجبكم عليها القمرون الصاغية ها سكره كتعد بخمسمائة آلف فاريس كل واحد منهم كيتعد بمئات فاريس بل إضافة وكماء والصحراء والكهان إيماني بالله قوي ومن نراج العون والسفير يا صيدة ويشنو المعمول يا أما دويا ذنب خطر ولقبطوه في المنون الحاكم قمرون يتي عارفة المتيجة هادي أعصابك يا طامع صيدة يا عقلة خليني انخرج منظارك لك تشكوني عنك وتقول لكم ضيحة سبب أنا مع قمره لا يا وليدي واحق الكتاب اللوقت داك كتاب طاريخ مليل مانا بتخلي يا عليك وخا تكون حياتي وحياة بنتي هي سمان عمرني من تلكم هذه الجميلة فيها لا تقولش هاد الكلام يا وليدي انتا الان ما يشغل يبعلي لا خصوصا وانتا غالي تطرح جوجي لبنتي الأرساد نزلك تطيح يا أمه والحكمة أنا بنرشدوا حراتوا ببرد مننا امعي يا طعمع تافي تافي هما يا أمه توليك من بعد خليني أخذ اليوم لا خليك يا والدي تفتحي يا الله ما تخافوش أنا قادية نفتح الباب بارك تستعي أجي يا سيدي بيزن تخبعت هادي مكان سيدتي عقلة الحكيمة الصادرة بأمر مولاي العظيم قمرون لازم تحضر المجلس مع جميع الحكمة الأرساد كالتحب اللي هي بتخلي من دينتنا يترق الكتاب المقدس أراني شمع الأرساد وخبره مولايه بني أنا جاي يا راكو ليس الميعي بني عادي العقا محلي عني جاي حياة الكتاب المقدس يا سيدتي مع السلامة أنا جاي وراكم بجرعة شني يا أمه شني يا سيدتي جاي وراكم بجرعة المجلسي والي قمرون باش ان دي اللوفة ينخبضوا يا جاي وشني يا مهم يمه يا مهم يا طاما يا بنيتي شيري بسرعة انزرنا الصياد خالد الأبادري وقولي لي إلا عندو شامة تديري بأن لأننا عندنا ضيوف كيرام ما تيقل الأبقار ولا أغنائي أرحاب اليمه صعينك يا ولدي دويا جان يا سيدتي دويا جان خليك أنا لا يا سيدتي الوالي قمرون عمر جميع الحكماء وأصحاب الأقلام والتعزام وفعلا بعد الحظاق الصيرة سيكون لهم جمعه وأنا من جمعهم لكن يا ولدي وخعنا الرئيسة ديالهم كل واحد منهم غادي يبديين باراته وعظامته باش يتقرب من الوالي قمرون ما غادي يتقرب عليهم واللي بكات من عجلك الليالي الطوال غادي ينعمل أشياء تحيير عقلهم وغادي ينساعدك حتى تأخذ الكتاب سمعتني شكرا يا سيدتي بشرط سعني الكل ينقف لك ويتنفدوه في الحرب أنا عمرك يا سيدتي شكرا يا سيدتي خليك أنا غادي أنا خرجل عندك أهلا بك يا خاليب الأبابي أهلا بك حياك الكتاب المقدس يا سيدتي عاقبة هني جبت السمكة اللي بعتعلها مع الجوهر العزيزة سيدتي طامة وبركت الكتاب عطفاته جعلتها من حدك لأنها السمكة من أكبر السمكات لمرتهم شعيني من زمان طويل وهي اللي طلعت لي اليوم من البحر كأنها اصدادك ايه كتر خيرك يا أخالي خد هتا منها بركت الكتاب معك يا سيدتي ايه سبحي لي يا سيدتي عاقبة سمعنا الأرصاد اليومك تصيحك تقول غريب غريب دخل من دينكنا واش ما عرفتي شي فيني ممكن يكون هاد الغريب هذا باش نصبقنا نخبر بيه باش ناخد الجائزة ديه بسيدي الوالي قمرون ونكرم بيهولداتي بحالي بحالك يا خاليد وما جمب حتنا فيني ممكن يكون لكي تابعينكم يا سيدتي حتى تلقوا هذي اللي سلعين مع السلامة يا خالي مع السلامة يا خالي مع السلامة يا خالي اسمحي لمتعدك في السمكة يا أمه راها تبيع تقيلة وش ملا يتعملي يا أمه غادي أنا نصلك هاتسة عماتها من جلدها واللف ديه سيف دويازان من رجلي حتى لكترف او من بعد غادي أنا أخد داكت طير اللي عندنا رخ ونبتح صدره ونفرق لورجله فوق الكتاب ديال دويازان ونأقض دويازان بحبين ونعمل يديه داخل صدر الصير ونبليت بقر الضرب لهم وبهادي حيلة يصعب على جميع الحكماء باش يعرفون كانوا هذه حيلة دوما يما يا الله ساعدينك ساعدينك يا الله انتا يا دويازان سنك ديابك يا الله يا مهتا يا الله منار عبد القمروز حكيمة سيرة عقلة أدرة مجيسكم المختلف أهلا بحكيمة الزمان وصاحبة الرأي والبيان انتاك الكتاب المقدس يا سيد الوالي العظيم فقيني يا سيدة الحكماء عقلي حار والرعب ملكني من لي أرصاد صاحبك اسم غريب جاي يسرق الكتاب المقدس وانت عرضي لتسرق الكتاب معناه خراب حكمي ودولتي الكتاب المقدس يحميك ويحمي حكمك ودولتك يا سيد الأسياد وحنا خدامك يا سيدة بغيت نعرف كيفاش يدخل هاد الغريب اللي مدينة واشنو السبب اللي أرصاد الأبواب ما تكلماتش حتى دخل الغريب اللي مدينة عاد صح أرصاد الداخل واشنو قالوا الحكماء الأمجاد كلهم قالوا ميتقدموش قدامك انتي رئيستهم وكبرتهم يا الله يا رجال عاد الله وعاد الله خودوا الأقلام وضربوا الخط والرم واراو ما عندكم من عرطان وبيان واشنو قالوا لكم يا حكماء يا سيد قمرول العظيم ويا سيدة عقلة هاد الغريب اللي يدخل المدينة ناجا قصدو سرق الكتاب المقدس وهو فارج الضطاط كيتعد بآلاف الأنطاط لكن اللي بان فرمى للجميع الحكماء هو ان هاد الغريب سرطات الحوتة والحوتة خاطفها طير كبير والطير طاير في دهليز كل وضوان وهاد الأمر حير العقول لجميع الحكماء وياكم أشهر تخرج كيف يعقل الحوتة صرت إنسان وطيري صرت حوتة ويدخل بها الجليز كله ضلات هادا هو علمكم هادا هو تعزمكم ومباراتكم عاودوا الخطويركم يا حاكمة عاقلة لازم تبحتين تي أما هاد الجمعارة هم ناس فارغين يا مولاي خليهم حتى يعجزوك وانا تحت أمرك سمعوا يا حكماء إلا انتم قادرين على اكتشاف هاد الشخص قدموا واللي خفاك قاعدين قد تعرسوا وإلا قولوا طاعة الحكيمة عاقلة وخليوا تبين محل هاد الغريب يا سيد بعد الخطف والرمل بل كل واحد منا هادا بشي اللي بل أخر ومعنى هادا كله مش منه صغر وفين جاهد هليس المظلم هادا ما غادي نفتر يا مولاي وإلا سمح لنا مولاي نجتمع في المعبد ومن ثم نكمل أشغلنا حطيبا لمحلات الشيطان أشن رأيك يا حاكمة عاقلة أرأييي لا بس يمشون المعبد ولقى أنا هنا بأبا ماينيو أشغل فيه يلا لكم مطلب تيو أي شيء وش نعمل ينا اه جي ساعدين نخرجه دو يازم من البيئة يالله ينا نسترنت نتخنق انظر يا حكيم عقيدة لا تخافش يا ولادي انا حيرت عقل الحكماء لكن خايفة بعد ما مشاهم المعبد يعرفوا مكانك ولهذا انا غادي امغير القوض اللي كنت فيه بحيلة اخرى حتى نزيد محير لهم عقلهم هذه غزالة وهدو جنحان نصر غادي نفرش جنحان نصر تعالى ظهروا الغزالة ونلق فها فوق هادو اللوح بعد ما تنعسنتها فوق اللوح وغادي نفع اللوح بهادو قمة ذا من جون الجهات ونعلقكم فهادو الجرارات في الهوة ونثال تحت ونغزالة بالجناوح من مصر الفوق وغادي نخليك في هاد الشكل حتى نرجع من عند الحاكم قمرون نشوف عاشنو غادي نعملوا الحكامة انا امك يا سيدة يا عقيمة يا الله ساعد يا ولادي وانت يا طهما ساعديني حاضر يامك سيدي افراح سيدي افراح سيدي افراح اش بيك يا راجل ساعديني الزلجي قطع السلاسي اللي كان تكبر دي هوب وكي يصيح ويكون ويكون والآن راح كي يهرس الأبواب مجلون هاد عبد السور هذا جزائنا لمقتلناك يا حكيم الحكماء يا سقرديون سيدي ومولاي افراح هم مندراشنو بعد العبد الجباب وعمر القراث يضروب السجن ويستعملوا معه العنف والسلاح حاضر يا مولاي لكن بهو مخلوش لاننام الثانين امر الوالي الاكبر سيدي سيف ارعد السم والطاع يا صاحب العظمة قل لكم يا قبل هاد لمجرمين حديث التشهور بشخاف سيدي وحس الفلاح ومرجح معنا ماذا؟ أنا أبعث سحار القزار ما نخلي فيكم لم نسوا طلاب ولا منعي تقبار فادخوا الأطلاع ومرجح فرها فادخوا الأطلاع ومرجح فرها فادخوا الأطلاع ومرجح فرها لا يا شاعدون راحنا بالغناب اللي وحس الفلاح فريق المدينة النوم ومعاه الكتاب المقدس ولهذا اتنى صادق بعد مدة قصيرة قد يكونها صبرت وحق زحان كعولا ومظهر منذ عشر ايام حتى نحمل على جيوشكم ونهدتم جاركم ونكشم خالكم يا سعدون حتى أصابك وبعد عشر ايام غد يكونوا صروا محشة ثلاثة أمان ثلاثة عشر ايام ثلاثة عشر ايام ويوهركم يا وفهم ثلاثة عشر ايام ثلاثة عشر ايام ثلاثة عشر ايام ثلاثة عشر ثلاثة عشر ايام ثلاثة عشرsoft möglich ثلاثة عشر ثلاثة عشر بلّي وحش الفنا هو العمر لازم نبكي ونسعر ما دام غايد نتأخر انا قلبي حاسي يا مولاتي بلّي وحش الفنا جاي جاي خلّيني وحدي يا عانب انا نبكي وإن كان التمار تخفّف لديها موسيقى علاش هاد السكوات يا أحق الحكماء يا قيل المعرفة والفهل عشلو بالفرمل دي لكم مولانا قمروهم من عظم تكتلوا بلّي الآن تكلموا عليكم الأمان هاد الغريب همناب اللي يدخل المدينة طاير في صندوق من أبراج المدينة وهاد علاش الأرصاد اللي في باب المدينة ما صحت وهو الآن فوق لوح واللوح مربوط بأحبال والأحبال لا صقاف رجلين وحش يمكن جاموس يمكن غزال يمكن عثروس وهاد الوحش عندوجنا حين وطير بهم في الهواف وقلّه وهاد الشي كله دخلهم دينا يا سيديا قمرو ويلكم يا جهان انا الطالب الغريب والمكان اللي هو فيه وانتم خدمين كتخرفوا على هاد اللوح هال الوحش هال شنوح والله لو كان ما عطيتكم أماني حسن قطع ريوزكم غربوا من الأماني ويا ويل اللي بتاع فيكم باللي هو حاكم وعاقب يلا خرجوا من الأماني أماني أش نرأيك يال الحاكم معاقلة هاااااااااااااااااااااااااا شعنويتهم يا مولاي على أكل مِنغلة بعت اللي كتجنب العنع وكتجنب التكفير وانسحتهم بأكل العسان ووالبعد عالي الكسان لكن يا مولاي أنا الآن حسب لي جاء دوري جاء دوري باش نبين هاد الغريب وأنا ما سمحت لهاد الحكمائي بحتهم غير باش نشوفهم ومقدرتهم لأنني مره كبيرة وخايفة نموت وأنا أحزينها على من غادي يخلفني أنا والآن بعد ثلث أيام غادي يباني الشهر تسنع وهو اليوم اللي كان سجدو فيه الكتاب المقدس في النعبد هذا اليوم يا سيدي أنا غادي يمقدم لك هاد الغريب اللي جاي سرق الكتاب أنا تطيق فيك يا كبير الفكناء وموعدنا يوم ظهور الشهر عنك يا صاحب العظمة طعمة طعمة أنا ضقت بالتجارب دي المتحكي معاقلة أنا حسب لي الكتاب المقدس لازم نحفظه وخصني نقوم باش يمكن لي نراجح ترجح؟ ليش؟ الشامة؟ الشامة الشامة هي أول وآخر مكان فتكفي اسمعي يا دي اثن أنا عرفت أني من أجل الكتاب تاريخ لدانة وعرف أن هذا الكتاب بغتي باش تقدم هادية الشامة بات إفراحات المدينة الطول لكن كيف أنا عارفة بريدك تعرف شيء مهم وبيضة شنو هو هاد شيء مهم؟ هو أنا المستراكة دمودة طويلة بريدك تعرف أني قادرة باش تسود كل أحلامك كتاب كتاب مقدسة ولولا حب مريا لكنت الآن يكتشف وبانصيرك لكني سمعك 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 دي اثنين أثنين طوفي جميع أصوتك أنت فؤلاء طاما أنا مدينيكم جميل عم غيب النساء أنت أموك حكيم عقلة فعلا حكيم وفعلا عقلة وأماني عندكم خالق الكون تتسعى بنينه في كتاب مقدس كتاب تاريخ مي ما حالة ما صارها تاخدها بسكادي حيث عرفة لشنطة الرميينة ما حالة ما حادة تاخدها بسكادي لأرى الخرصة حضرتك الأغلى مرحبك أخطان يواله لو كان نسبق حكم الله وعزمت وعاك شامنا أخدها لو كان خديثك وعشت معك وخارك حتى وصلت هذه المدينة المدورة المقصد لكن حكم الحاكم الأكبر سبق كل خير وكذلك وكذلك يا سامدي مولا الأقلام اللي خبرتني بل قدران دولتنا وكذلك 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 ما ما هي طامنة مولاك عاقلة العظيم الأذية أهلا بالحكيمة عاقلة أياك الكساب المقدس يا تنجدي قمرون العظيم غدا طلع الشهر واختلز من هذو غريب غريب يا مولاي وغداحة أنا مخبركم بهذا الغريب اللي جايتوا اختصار طريقي قالوا سمكت من القفض على هذا المغرور اللي بغت به الوقاحة يتجرق ويدخل من دين أي مرة جايرة الحيطة بالأسناد واللي حارت أمرها حتى أعظم كبراء جايت أنا غادي أمكك موعد يا مولاي ويمكنك من قفض هذا الغريب من غريب ايه صفر يا عظيمة الحكماء والعقلة خد جايت يا مولاي موسيقى ماذا تسهد بيديك؟ أنا ضقت 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 وعينيكم السبع فنجيتنا احض الكتاب ونازم لي من احضر الكتاب وعتقاذي بالله وحده كافذ وعليه نعتني ومكهمنيش لا قمرون ولمدين سكيمر كلها ونجمع الحكماء اللي ضير يديه فانتلاح عزيز هو أكبر حكيم هو أكبر عظيم هو أكبر عليم فانتلاح عرض قمرون وعقرابي يا سيدي بيديهان قمرون رجل قويل جبار الله أقوى من كل قوية طامع ربطه العشار وهو اليوم اللي كتفتح فيه الأبواب ياللمعرض ديكم وهو نفس اليوم اللي كتفتح فيه أهل المدينة كلهم للكتاب المقدس وهي أكبر قرصة عندي فيها غدين كليا نعضي هالكتاب لكن لا تنساش بالله عبدك لتنسوق لجيوج معايا السيدي ومعايا إيمان بالله خالق لكوّج انتخذ تخذي تعبني من كلها اوه اوه يا ولدي انتخذي من المقلات انا ضقت يا حكيمة عقلة وقررت لازم نمشي لمعقد مع الجماعة ونحب الكتاب لكن يا ولدي اتبعي يا حكيمة ارجوك انا مجيث لكتاب سكنت مستعد لكل الأخطار ولهذا أنا أعرف أعرف كل ما غاد يدخل لي حكيمة عقلة صيب يا ولدي انا غاد ينفهمت اوه لنفهمت بالكتاب والمثال اللي هو فيه بشعرت مقدات الخطورة الكتاب يا ولدي تابلت من الخاشب السعر ينصفح بصفائح من الفضة ومحطوب فوق لوح عالي وليسى فائر الحريف المغلوان ومدني عليه قبطة من الروخة من الأبيض وهذه القبطة أبوابها من حبيب الصيني وأقفالها من حبيب الفيلاج والمساسيح ديال هذا الأقفال فعند الحاكم القمران وحده هو أول منك يسح هذه القبطة وهو آخر منك يقتلها وكبرى الشهر كي يجمعوا أهل لادونة قيمر وكي يتقدمهم الحاكم قمرون ولما كي يبحث القبطة كيف أستثار وكي يحمل صندوق وكي يخرج الكتاب ومجراد ما كيظهر الكتاب كل ما من يجد من العبد كي يسجد حسام الحراس هيا يا ولدي ودينا أن المعبد لا تيقب في جميع سكان من ديها كي يكون يجمع سكان خارج المعبد وكي يسجد حتهما ودينا أنك يا ولدي عازم تخاطر بالسكر فهذه هي الإجراء عندك اللقطة اللي يتجدوا فيه جميع كان أجري انتا واختط الكتاب شوه؟ إذا انتا تستطع فيه تخرج وانا ما زالت الدين رأت نجأتك في رجيتك وانا رفعوا رأسهم ويجعلهم الكتاب راح تواحد ما يقدر يقرب لك ما دام الكتاب المقدس في الدك لا لكن يا ولدي إذا طح الفيتام مني بديك اه 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 درعك يا ولدي من الأموات وغادي فكون فرعا قبعة عزيك حيث مرغيتي شو تقبر حتى ندبر متعلا حيث شنكك سب انا تذكرت الحكي معاقلة على هذه المعلومات كله وفذ الله ربا لعب الله كتاب لكن يا ولدي حاجتي كله كيف تدخلني تلعبد والله سيديك يدخل المعبد كلهم من أقرب الحاكم خمرون والحاشية ورجال القصر لكن كيف تدخلني معروفة خاطية الخمرون يا سيدك أحيان اه طبعا يا ولدي انا 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 غادي لباسي اخطيني هنشي معجبين في ولديك ايه انا يسني تعدك يا ولدي لكن بغيت من عرب جوابك على السؤال كنه هو انا فهمك وقتاك غادية زوج بيتي مساءين ايه اجاول يا سيدك أحيان لوقت يبكي الله مايا ولدي انا لا يمكن من تعدك الا بسرقي انك اتزوج بنتي كان عهدك اماني بعد ما ناخد الكتاب ونصن من دينة الدور عند مغالي اطراح لدي مرحب يا يا ولادي دي يا بان اذا انت اخانستي وعدك راهني قادت عن حاربك وخاطختيك انواج البيعار ويتحنيك الزنور يكبر عمرني ما وعدت خاسي عاطلة طيب اغبتا تمسين عيالي معهد بلحول الله مولاي الزيف ارعب هذا شقيقي التارديون الحكيم الكريم جاء مرسول من الوالي اطراح حاكم مدينة الدور خادمكم المطير اهلا بالحكيم الجاليين لا تنسوا الاعجاب الرياضي والاشتراكي من سيدي ومولاي ارعب العظيم حياكم الرب الكريم لحل فضل قربنا يا حكيم الزمان واجلس جم شقيق فقرديس لكم الفضل لكم الفضل يا عالجة والمقام من سيدي حاكم مدينة الدور الوالي افراح التحية والولاء والاخلاص هذه هدايا بعت بها كالعادة كل سنة المقامكم الكبير ومعها خطاب حامل من الكلمات اجمل التعبير سيدي اخبركم خادمكم اللي في الايام الاخيرة عرضت بنت سيدتي شام الاختطاف مارد من الجان اسمه المختطف لكن عناية سحل جابت فارس جبار وفارس مغوار وانقدها من بني الدين المختطف لكن يا مولاي هدف فارس تغى وتجبر وتجر على سيدي افراح واطلب منه يد سيدتي شام الزواج لكن سيدي افراح تقشره وعمل معه حيلة انهي بحياته واطلبه في الصداق يجيب لرأس سعدون الجبار الزنجي لكن يا سيدي هدف فارس استطاع يجيب سعدونه نفسه مكبل وامام الامر الواقع سيدي افراح مرة اخرى بغى يتخلص من هذه الفارس لضل هدية الزواج التقليدية وكانت هذه الهدية هي كتاب تاريخني والان هذا البطل غايد من اجل هذا الكتاب ومن ضنش يستلك من هذه المصيبة وسيدي افراح كينتظر امركم فيما يخص سعدون الجبار خذوا اولا هد الهدايا وكرموا الرجال لجابوها وبعثوا رسول يرجع عند الوالي افراح يبلغوا رضايا وسقري على هداياه وعلى اخلافه امركم يا سيدي العظيم قل لي يا سقرديون نعم يا مولاي اوصف لي اشامة بنت الوالد ينا على مدينة الدور يا مولاي جمال فتران كأنها قبيبة خزران مارات عين كلا في الكل كان الحسن البديع والعرض الرفيع والجواب السريع والنور الصادع يا مخطبها من فارس وعظيم يا مولاي ولو نوصف ونبالغ ما نقدر على اوصف جمال هذه الفاكنة الشامة صاحبة الوجه الضاوي المتوج بشامة انا غد انصدقك يا سقرديون وغد انزوجها بفتاة من افراح هذا اعظم شرف سيدي افراح يا مولاي وانت اولى بهذا الجوهر الساحرة من كل عظيم قم الان تفتاح يا سقرديون من مشقة صفا وغد انزوج الموضوع ونرطب الامر حياكم سحز يا سقردي يا رجال مدينة قيمر قلكم على عين باللي غريب تخل مدينتنا وقصد هاد الغريب كما قالت الارصاد وخطوط الحكماء جاء باشي سرق كتاب للمقدس وعليكم انتم جميعا بالبحث لهذا اللص الفضيع وجميع من اللقاه عندي ليه اجمل هدية جميع الابواب والبروز ويطعب على كل الغريب الخروج والويل الغريب ويطعب على كل الغريب الخروج والويل الغريب غد يرجع للارض البعيدة لجميلها ويضيوج بهذه الفتاة اللي خاطر من اجلها ويخليها نفسكا وروحي مجدود انا ما قدراش انا ما قدراش نطرقه ياما انا ياما الحياة بلدية زنية عدم عندي لا تلك يا طامعة هاد الغريب ما غاديش ياخد الكتاب ولازم ما يزيوج بك واليوم انا غادي انا وريك ما غادي انا اعمل حتى ينكشف امر تتشن انكشف امر ويقتل قمرون مات خاتش انا غادي انا منع قمرون ما يقتلوش ويعاقبوا ايقاد اللي يمكن لي انا منقضو فيه يا را هو الان غادي يمشي معي للمعبد في لباس مخفي معي يا ولادي اتبع الفغلاديا لي المعبد وعن باك ترفع اللي سام على وجهك حتى نوصله للمعبد وبقى بجنبي امام الخصبعة اللي عليها الكساب من وراء قمرون لكن من الاحثم خليه سيد هنا خليه انا سيفي من فرقه وعليه وعلى خالقه كون انا معتمد ارجوك يا سيدتي عاقيل خلي سيفي معي اهوه خليه تشوفه يا ديازي يريده اتبع الفغلاديا اتبع الفغلاديا اعلى ان تعس Everton اتبع الفغلاديا اتبع الفغلاديا يا قوم دينت خيمن ظهر الخشوع بعد الركوع ثم السجود للكتاب المقدس عيننا يا كتاب يا مقدس عيننا يا كتاب يا مقدس زول غمتنا واحسننا يا كتاب يا مقدس الكتاب 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 صافي ها مقدس السجود للكتاب كيفاش يعني لازم نسجد معهم لهالكتاب يا خالق يا مولايا يا سيدي يا رافع السماء وباسط الارض انا مضطر نسجد مع هالقوم الجاهل عظمتك ناكرا عمتك وقرمتك ليك يا مولايا انا ساجد وانت عالم عارض ليك يا سيدي عارفين السجود يا واحد يا احد ليك اخذ الله ليك ساجد يا مولايا بالتاج ليك ساجد ليك ساجد بقصد الكتاب وانا من اجل بنتي لازم انحرق المسعى وانطبح امامها بالقوم والحاكم قمرون مجرد ما يقرب من الكتاب ام صح قبل ما يحط عليه الدي صافي توقيت عليه يا خالق الكون نتقدم الكتاب 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 كتاب ولكم ها هو غريب يا سيدي خمرون اشتغل سجودنا باش ياخد الكتاب خودوا سيوبكم وقد فوعد الليس اشتار ولكم يا اعداء الرب في الواحي السهار يا عبد العبد والمار يا عبد العبد والمار أستطاع ا souvenها اطauthor جيد أيها اوسيقى اقعد اظهار هيا اغضارين يا مكرين انت اللي اغضرتي به يا امه انت اللي فبحته اعرع لي فكني سبب هلاك وهلاك كيف يمكننا نعيش من غيره يا امه اعرميك طاما يا بنتي لا تقطعي قلبي انا ما قدرتوش بسؤنية انا كان قدي فقط ان منعوه من اخذ الكتاب باش ما يرزعش وياخد الموناس يسادي هادك سامة الان ياما الان غدقتلوه ما تخافيش انا عارفة ما كان في عند الحاكم قمرون غادي اندخل اليوم عنده وانا عارفة غادي يتقدم عنده دويازان نكبل من بعد ما اخذت جراحه وغادي يقمرون يقول فيه الحكم دياله ومجرد ما يشاورني في نوع الحكم انا غادي اندبر على واسيله باش يتخلص من سجنه انا فارك يا الله مقبحيات ولا تبكيش يا بنتي ادموعك غالية اه 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 معاقلة ليك شكرنا وطلبي ما تحبي من خيرنا. ركي برهنتي على عظمتك وعلمك وجاهك باكتشاف كل هاد اللص اللي حبي يسرق الكتاب ولولا الصيحة ديالك كتاب بني يديه ويصاب عين القبض عليه. ما عمل سياسي دي غير واجب كان مطلوب مني. الكتاب هو كتابنا جميع واللي سرقوه سرقنا جميع. ولهذا كان واجب نعمل ناقوم فيه يا سيدي قمرون العظيم. امروا الحراس يجيبوا اللص الغريب. يا حكيمة عاقلة. انا قررت اليوم نجلد هاد اللص حتى نعرف مين قبيله هو وشنه مقصده وعناش بغى ياخد الكتاب المقدس. ويلانا اجرش يا سيدي. غد نامر بقتله في الساحة السوداء اللي عسدنا نحقوا فيها الهرباء. يعني تقتلوهم حروق بالنار. طبعا غادي نعملوا على اخشبة ونضوروا به الشوك والحطب ونشعلوا النار ونرقصوا عليه الرقصة ديالنا التقليدية. يا مؤسنتك يا طاما. عشنو قلتي? قلت يا مولاي يستحق كتر. لص حضرنا يا علي الجاه. زروا الملعون امامي مدلول. ارفعوا لي يراثوا من على الارض بش يجاوب على كلمي. الله. 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 جاوب يا لص يا عدو الكتاب. شكون دفعك لهذا الخطر يا غدار حتى دخلت المدينة في قيمر المحصن المنيع. جاوب. وكيفاش دخلت المدينة? وشكون ساعدك حتى ما شابتكش. وحسات بيك الارفاظ. جاوب. عليكم عدو الله. يا عدو الله. يا عبا دي ميل الله. ويلك يا وقح. جلدو. خلق. 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 الله. امره غريب هذا العنيد. عمرني ما شبت انسان تحمل مثل هذا العذاب اللي لق منه هو وما مت. جاوب يا رجل. وإلا نخرجوك للسحر السوداء. ونحرقوك بالنار. الله. 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 خدوه للسحر. ومعه خشبه صلبوه. وبعد الرقص العادي يشعلوا النار وحرقوه. اشتركوا في القناة 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 وحياتي كانت فرحت اليوم اللي كرمتني بيك السماء وعظامة زحل ولهذا لازم تفهمي بيك كل دمع عرضتنا عنيك بنتابة خنجري متى قلبي انا ابوك عار تخفي علي ما بيك انت عارف كل ما بيه وانت سبب حزني يا بوي ابدا يا بنتي وكيف نرضى لنفسي تحزنك وش كنت لبرز سعدون في صداقي من غيرك ش كنت طلب كتاب تاريخ النيل هدية من غيرك انا عارف قصدك واقصد اللعين في صقردي والمفدود غردكم كله هو متوحش الفلح لكن اللي خيب امالكم في سعدون غد يخيب امالكم في كتاب تاريخ النيل ويك يا مجنولة تتقلميني بهاد اللهجة وصوتك مرتفع ما خجلتي يا لعينة كد لازم نصخف وجهك بعد ما قصيت من عذاب فرقين وحش الفلح وش كون هو وحش الفلح حتى تبلغ بكل وقاحة تصرخف وجهية مجنونة ما رايتي لعن ابوك ولعن الوالي موقف دينة الدور غربي من وجه اخذاف سحل تمنيت مغرب من وجه كل الناس بعد مني يمع انت سببه صامع يا بنتي هو مازال في الحياة ولا كنت انا سباب القرض عليه لازم نكون سباب تخلصه مني بقمره انا كنت خيطة يرجع لشامة يا طامع المهم حياته يا اما يرجع لي المحب لا تبكي يا بنتي انا فكرت بحيلها وفيها غاد ينخلصه من الموت رجال كتاب المقدس وشنو هي يا اما من بعد تعرفيها موسيقى والان يا رجال بعد هاد الرقصة شعلوا النار في الحطة اللي داير في هاد الليس الغريب جزاءه على محاولة سلطة الكتاب المقدس موسيقى أفعل موسيقى أفعل مسرع موسيقى الأحر مولاي قمرون العظيم نعم يا الحكيمة عقلة انا كان شو الى شعلته النار في هذا اللسط الخبيب غادي في هاد المساء يموت وتخمد انفاسه بلا ما يعرف معنى العذاب الشديد لكن عدتبناه العذاب اللي مبعده عذاب يا حكيمة انا عارفة يا مولاي لكن الكتاب المقدس يخزينا ينكساتينا غير بعض القدر من العذاب المجريم جاء وهنعملنا واعتقادنا وقصده يختف كتابنا المعبود يعني قصدك نزيده العذاب ومن بعد عاد نقتلوه قصدي يا مولاي انخليه وثماكان عطشان جيعان فابشع مكان ما فيه لئين سوى ناجان ومع مرور الايام والازمان غادي يموت هاد الشيطام شرم وتعرف ها الانسان وفينك تظن يا عاقلي توجد مكان توفر في هاد السرود في الجابل في بئر الهالك بئر الهالك لكن هاد البيئر ستين سنة ما فتحناه من ايام بويا العظيم وهادي فرصات فتحوا فيها هاد البير واللعوب في هاد الغلام وتما يلقام الحشرات سنة ما يقضي على حياته عرق بعرق وهكذا الكتاب غادي يرضي علينا وبركت جزينا فكرة ممتازة يا عاقلا يا قوم اخطيوا النار اللي ضايره بهذا الليس الغريب وخدوه للجبال بئر الهالك ولا يسمع مولاي انا غادي ارافقهم ونشرف بنفسي على انجاز هاد الامل سمعوا يا قوم وخدوه للجبال بئر الهالك والحاكمة عاقلة معكم عملوا ما قتلكم وبتعليماتها تهديكم شو كان على عدل قتلي يا قمروان العظيم ومن بعد يا اما شنون يتعملين او من بعد عاديات عرفي المهم انها دويازان ما تتحقش في الساحة السوداء والان الحراس اللي ينكلف بيه كلهم تحت السلطة عديالي بأمر من قمرون ولهذا عارفة ما نعمل هاجي ساعديني نركب على اللي بغلها ديالي يا ابنيتي طعبها يا الله سيري يا اما بركت الكتاب ما اه الكتاب الكتاب هذا وبيئر هلاك يا سيدة الحاكمة عاقلة يا الله يا رجل يتقدموا ملكم ربعين فارس باش يرفعوا هاد الحجران يتقدم بيئر يالله قتلوا يا رجال يالله يالله ربعوا منه يالله استمروا اهه الرائحة الرائحة الكريه يا سيدتي يا سيدتي حاقلة رائحة صديعة اعملوا اعملوا معنا بيئر على ميوفكم واستمروا هويركم قائحة قائحة قوية يا سيدتي اعمرني فيما شملت لها شيء طبيعي هاد البئر هدا في مسالة ما تفتح من الايام قمرون الكبير اعملوا الحجرات رفعت يا سيدتي حاقلة يالله يا حراق ارميوا هاد الليس بالبيئر وانتم يا جماعة مشرد من حراق ترميوا الليس بالبيئر طلقوا الحجر باكسة بالبيئر من جديد ثانية صبروا صبروا احنو اشن يا سيدتي حاقلة انت حمق كيف شبعوه بغتي يموت ما عرفتيش شحال لهان الغارق في البئر ثلثة 150 درع ما يوصل حتى يموت يلانتم من حتوه لكن يا سيدتي هذي يلغاية على الجبنة باش يموت اه لا ما جبنة باش يموت فمرة ولو كان كان في الغياء تموتوا ولو كان حرقنات ساعة سهدات لكن انسان مثله جاي صرقت لتابلان مقدس الصدق الادب عظيمه ولهذا جيبوا الحبال جيبوا الحبال جيبوا الحبال يالله وعادي ان شرفتهم من درعانه ودليوا بهدوح فيصلحه على البيئر وقبله البيئر بالحجر وخليه وهي موت عرق بعرق هذه ذكا رائعة يا صاحبة الرئيس سليم ها هو مرحبا يا حكيمة ربطوه من درعانه ودليوا دليوا في البيئر وقبله طافي طافي يا حكيمة عاقلة دلينا البيئر يالله طلقوا الحجه الله 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 ابي يالله يا رجال اركبوا ظهور خيولكم ارجووا عن سيدي قمرون لمدينة ما قيمة يا الله ok يا رجال! يا رجال! يا حكيمة حقنا يا سيد القمر العظيم. فضلي يا حكيمة احنا مستنيينك. خبرني باللي عملت يا حكيمة. وضعت الناس الغريب في ابشع مكان. وهو الان كيعاني من العذاب الشديد وسط الرائحة الكريهة وبين الحشارة تسمى البتاكع في بئر الهالك. احسنتي يا حكيمة. وليكي منا اكبر النعم والهدايا. فضلي يا حكيمة. بخودي. هدي اكيات من التهد. على ما قمت بيه غير منك على الكتاب. عنايات الكتاب حميك وتنسيك يا كمرون العظيم. يالله يا رجال. قيم الافراح. وضع الاقدار. فرحوا بكتابنا المحدث لانجاب فضل حاكم عقيلة. يا رب القربام. يا عاتق الرقام. يا من نبا عبد واستجاب. خفف اهلها لغباسي. ولكن نهايتها كاكتاب. خلق يا رب الفاسي. ويحلم العذاب. يا رب. يا رب الارواب. اه. وفي فاسيارين. ميزان.هاه. ضعها. خلق ال ال堀. يا خلق الtaćمين. هه رشط الظلم. هه. تبع чтоб كل من دول الدنيا. بيري بي هي النهاية ادي بخبلين يا غضبط الله يا غضبط الله شكنت يا المخلوق و باسم الله من خطبك أبشر يا غمام يطنى كرامك أبشر بالنزاك من قدسي و أجل بالله عليك شكنت يا هبنخلوق أنا أختك عاقصة تعشبت معها سبع سنوات أونسيتي يا غمام عاقصة أبنانك كيف ننصى لكن تغيرت تغيرت صوتك و رجعتي في شكل غريب يا هاقصة أفضح لا يركون أولا يا هاقصة خرجيني من هالمكان ضقت هالرائحة كريهة بسرعة بسرعة يا المخلوق بسرعة الله أعود بالله منها رائحة يا عاقصة لولا رحتك الطاهرة الزكية ينقصت من فراهيك البشر و كان راكب تيم الخلي بالله عليك يا عاقصة تغيري تغيري و رجعي في شكل غير هاد الشكل حتى يسهل علي أنخطبك و أنا مرتاح هاني أخويا عاقصة أختي عاقصة عاقصة هاني أخويا كيف حاني أمك كيف تعطيك أجنف خيارك و كيف عافتني يا نفر البيئة نحميك خصطي و قوة مهلاي أنا اللي بحتاجيك بعد ما كنتي احتجاك تحميك و كيفاش يمكن تحتاجي أنا نحميك و أنت الآن اللي حميتيني و اللي عملتها معي ما يقدر يعملها حتى حد من غيرك و من غيركم توم مع شبجين نعم نعم لكن يا سيدي المجني يعتابي على جني نكون أخواني ما كيف الجني التامي إلا يتحمى جني أقوى أو أنت أقوى و نرسل في هذه الأيام جازني نعتابي إشم المختطف مختطف 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 و أرجعني مطرم و غضرم كل يوم يختط بالعظيم العظماء و حاكم من فكماء من هديني و أخيرا رجعيني أحلى الجهاني و جاء و أخضني الطيبيني اللي يجدوجه أو يخضني بالغص والقوة و طبعا هو جني مارد من شياطين جانع تدي النار كافرين دلوالي تقهار يقدر يعمل كونه ما يديه و بجيني عنه و قد صحف جمال فعلي فوق نجاجي بيه لما نارد ياشي يقوله خطيره ما يفعلي بنيه القوة ما قدشي بيه و مثالي إلا مستشر عمر و هي اللي كافني ليك و اسمي لي أشناها و في الطهار و قالت يا دنتي أنت عند حقوق و حقوق عند مستور من مفصل وبهذا الصور قطعنا هذا النار جده و هو اللي يفتقن هذا الشرطان و لما سمي لها أحياني خطي الخوق يوم راه من خضراء هذا الدمان و إن كان حبه مدن بذن و هو الآن بيئة حلال زي قفضي تعباني كي صغرت و إلو شادي بيئاني و هكذا فتكت المجلي يحبينك من هذا التعاري مني و يصيفك من هذا البيئة دا اشتحريني من هذا النار و ليك غريبة قصدقي عاقصة لكن الصوت المتلصم ماشي معيه خليه توم على الحصام دي هالي عند شيخ مؤمن بالله و عليك بتتعلم تنوحد الله العزيز الديان و الشيخ اسمع عبد الرحمن أطلع فقط يا مدن لنقص في هذا المكان حل هذا المسان لنقص الصوت و إصاره لكن و الكتاب و قمرون و إفراح و شامه شامه فقين هذا الجفار و يسعط على كل من هو طريقة يا مدن طيب يلا عن الشيخ عبد الرحمن بركة الله عاقصة عاقصة يا عظمة الله يخلق الله ما يا شهد يخلقه ما يا شهد و هاي كيفش سرعة تغيرتي ورجعتي بحل قنطر أماني خبرك الله رحمن أطلع يا خلطان يا شهد بسم الله موسيقى يا سقرديس بعد الشي اللي يحكى لأخوك سقرديون على شامه بنت الوالي بينا على مدينة البور إفراح وبعد ما وصف لي جمالها و ما هي عليه من حسن و قد و اعتدال راني قررت انبعت كنت أخوك و هذا ينفيس لعند الوالي إفراح و تبلغوه رضايا و عطف الخاص عليه و باسمي طلب و يد بن سود كل زوجة هذا عظم شرف لإفراح يا مولاي أرعب العظيم إفراح من المحبوظين اللي يحصل على هذا الشرف حتى إفراح استحق لأنه من خدام الأوفياء المخلصين السمع و الطاه و لتنفيذ أوامركم من استعد يا مولاي سيف أرعب يا الله يا سقردي سرني مستني لك و حق زحال والنار لو ما الشي اللي حسيت به بعد ما كان سقرديون شقيقت كي وصفة لما تزوجت بها و أنا الآن فاتسين أنا شخص و كبرت أنت ما زلت في قوة الشباب يا سيدي أرعب الكريم على كل حال بعد ما تصلوا لمدينة الدور عن الإفراح ما تنساوش تبلغوه أوامري بحق سعدون الزجي بلغوه تهنيئتي اللي استطاع يقبض على هذا الجبار و يهني من شره كل الأقطار و قولوا له بسرعة يقتلوا شر قتله و ما يتقش به و راه ماكر غضار هذا من زودكم به من أخبار و افطرقكم غلي سعدكم زحال والنار سمعي يا طاما هذي يوم ينبش بي زنف الدير و انا هذه الليلة قررت ناخده انا حضرت 40 رجال من الرجال المخلصة اللي و اعطيتهم من الأنوال ما يكفيهم و لما يزيد ظلام الحال غادنا نقصده بئر الهالك و نخرج بي زهن و كيف يوم يبقى في بير هذين و البير كل حشرة سامة افتكى و احتى لنجم الحشرة كيف نجم الرائحة الكرية اللي كنبقى كيف انما كان الحالة بنتين في البير عنده آمل عن الحريقة بالنار اللي كان غادي يحقوق مرور و من بعد من بعد ما تخرجي ياما ايش من معمول غادي ندخل المدينة من جديد باش يتزوج بيك و نحاول نساعده حتى يأخذ الكتاب و لما يقتنع و يتزوج بيك انا غادي نعرف كيفش نصرف مع قمرون و ربما يا ابنيتي احنا نغادر مع مدينة قيمر و كيفش يدخلت من المدينة و الى الارصاد صحته جديد انا محضرة طريقة غادي يدخل بها ديزان المدينة قيمر بلا ما يشعر بي حتى حتى الارصاد شكرا 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 يا الله امرنا ما مستفدين لا تشكرني يا مجن و نعم اراني لك و الحياتي كلها من اجلك ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه طاحب الحسام موحد العلام رابع الاعلام مخطم الظلام مهدم الاسمام سيف بن سيف دو يزم عظيم سيدي عبد الرحمن تفيني فاينك يا سيدي عبد الرحمن انا هنا يا ولدي اهلا بك يا سيدي شكرا على كل ما قلتي ليها وكل ما قلتي ليها كان لكن الكتاب المقدس ما زال موصلت ليه كل اشياء جاية فقتها يا ولدي لا تدهش لا تخاف الله ينجيك من الجايات هذه المصائب كلها يا سيدي عبد الرحمن وما زال كل نأشياء اخر 작يا هههههههههههههههههههههه يا ولدي طريق الإيمان يا اصعب طريق طريق البناء يا اوعر طريق أهل الإيمان محتجلك يا عادل يا همام لازم تنادي بتوحيد الله مهما كلباتك الحياة كن حازم وعازم وعناية الله الحاكم معاك انا يا سيدي الان في طريق المساعدة تغطي عاقصة بنت حاكم الجال الابيض اللي رفتك معه كيفاش عارفها يا سيدي عبد الرحمن عارف كل شيء الله اعرف من كل عارف نعم ولهذا جيت عندك يا سيدي باشر تخذ الصوت المتلصم تماما شيء غريب حتى شيء مغريب بحكمة الله يا ولدي خذ هاد الصوت المتلصم بامانة الله اما حصامك خليه داي من هنا حتى ترجع سير معاقصة والله عز وجل ينصر كالهد المارد الغطار الوداع يا سيدي عبد الرحمن لا مش الوداع الى اللقاء باذن الله اه الى اللقاء موسيقى عاقصة صافحة موسيقى صافحة الصوت معايا شوفي لا 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 خليه موسيقى 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 أخي سقرديس أرجوك نوض عني أبلغ السيد الوالي إفراح هذا الخبر وقرأ عليه خطاب مولانا الرعد والله يا أخي سقرديوس ما إحساسي إلا مثل إحساسك إننا هذا لا علقة لنا به أرعد كبير بلغنا رسالة الوالي إفراح وفيها تغطب بنت الشامة معلنا إلا نخطبوها أنا أدرى الناس بفراح هذا خبر قد يخلنه أمامه ضلاب قد يجمد لسانه على الكلام وفهلا إحنا لا علاقة لنا به وإحنا مكلفين ومعلنا إلا التبليغ مولانا الرعد والبع حيث لا ترسل حياة الأساسي وفهلا أهلا بخدامنا الأوفياء وأهلا بطماءنا الأكياء بركة زحى الماك يا سيد الرجال ومن سيد كل صغير وكبير صاحب العظم والتدبير لك ألف تحية وتقدير مولانا سيف أرعد كي بلغكم رضاه وتشكراته مبتغاه وهذا شقيقي سكرديوني فسر كل مضمون سيد الوالي إفراح آكم الجزور والبطاح بعد مبلغ أرعد العظيم خبر اعتقالكم للطاغية سعدون الأدية إفراح وقدر عظمكم مولاتي جانا مولاتي جانا غدا من قتل سعدون كيفاش؟ إيا يا مولاتي أنا كنت كنت نعمل مفيدة كل مكان في قولوس قربيونوس قربيوس خد صواتي للملاعيف هم ما زالت نجلس بويا لازل المعركة باللغوه أوامر الوالي الكبير في فأرعبة قربي نسمعوا كلامهم ربنا نسمع لوحش فلاك لم يفرح وخا يا مولاتي وهذا ما جاء في أوامر الوالي الكبير أرعب العظيم وهناك يا مولاي شيء مهم كيفرح القلوب وهذا يرجع المحبة اللي بينكم وبين أرعب العظيم متان وقوة وإتبات وهذا شيء يا مولاي هو أن سيدي أرعب الكريم يغطب منكم بندكم صاحبة البهاء والكمال والقد والاعتدال من فاط حسنها كل جمال سيدتي شاما أنا مولتي شاما كيفاش يا عاشد بنتي أنا زوجها الأرعب سيد الأرعب هذا شرف كبير لكم يا سيدي إفاع في أعلان شرف لكن واشسترتي المولاي أععد بلي بنتي مزلت بداية الشباب وهي قد حفيدها من حفيداته نعم يا مولاي اللي أغنعها ولما أعرف أنها على جمال كبير وفي بداية الشباب قرر يشربكم ويتزوج بنولاتي شاما اسمع يا حكيم الحكماء يا اسقرديس أنا لو نعطي شاما شاما ما لا بنتي شاما 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 خلينا تيادين لعين السقرديس هو أخوه السقرديون كيبلغوا الولي إفراح ما أمرهم به سيف رعد اللئيم الشيخ الهاريم اللي فات المئة وعشرين عض ناضي تزوج قال لك بشاما بنت الولي إفراح خطيبة البطل همان سيف دويزا اللي بعد ما سقف الخبار غابت على الوجود وسخطت الأرض وشعت هاد الأخبار في كل الأقطار ومن جملة الأقطار اللي شعت فيها هاد الأخبار القطر اللي حاكمها قمرية أم الفارس المقدام دويزا وبدأت الهدايا كتوصل للوالي الكبير أرعد وكذلك الوالي اللي حاكم على مدينة الدور إفراح أموال هدي ونياق وخيرات السيادي جمع الهدايا وبعتنا السيد الوالي الكبير سيف أرعد يلا وانتم يا رجال تعتم قيام بواجباتكم في غيابي أنا لازم نحضر لي التعرسي بأرعد الكبير وانا اخترت منكم أحسن ما يتختار كنكم الجام أخيار مخلصين لي والزحال والنار ويجب أتنع غيابي الامور تمشى كمكانك لا 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 قوني هنية يا مولات قمرية وفي جاء زحال ما تجدي لي اختلي يارديك يلا قوموا نشغلكم وزحال يعيكم تنزل هنا يا بيجا وشنو هدك الشي البعيد هناك مدينة هذاك ماشي مدينة هدك هو مكان المارض المقصط وهدك هو المكان لأبريسين بنات عدماء اقتار لحقهم هذا الشفار يالله يا عاقسة قربين كانوا ابدا ما نقدرش يكيب انا حسين الان تأستاه الجرة من هلا طيب اتخليك منتظران يا عاقسة قلتي هو هدك مكانه هو هدك مكانه طوله خمسية درا والعنوب ياله مئتين وخمسين درا وقف على الارب عدل اعنوبة ما كيف انت لهم هده الزمان لا عن جزان ولا عن الكبراء الثالث الا عن هذا القرنان انا خليتك وانتوك لع الله يا عاقسة ولا نحتاجتك لحسيني غرفة النوافد وصرح اسمي الانجيب وإلا 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 معناها نمس ما تخفيش خليك مستنيان يا عاقسة اشهد صوراق خارج من هده المكان اشهد صوراق عند هده احطر الجهالي وكيف ندخل عايت ندور في هده المكان ولو قتل بيدهم عجيب عجيب هد العلو وهد العرب وبالأبواب غريب عجيب هد 2010 مش جويل جويل باناتا chasing انتان احصل انتان انتان انسرة pada 1 ايت تفقى يا انتان يا رجل يا هذا يا رجل دعم يا مرة ايش فتعمل هنا في هاد الامكان? ما عارفوش خطأ لكل انسان? انا بالخفض جيت لهاد المكان. انا سيد زيادن. سيد زيادن? سيد زيادن. انا جيت محارب المارج اللي خفضكم. واليبعدكم على هلكم واقاربكم. لكن ما عارفش ابواب هاد المكان اللي انتم ما فيه. مكان ما عنده ابواب. بالله عليك الى معكم حبال. دلوها وعملون هدكوب جبدوني. لكن يا رجل الدخول كل هنا معنا. معناه الموت لكم النا. لا تخفي يا امرأة. الله معايا ومعكم. اش نرأيكم? ندلولي حبال. اصبر يا رجل. هل غادي ندلولك الحبال. يلا زيدي جيدي شوية. خاطي. اه 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 اه. اه 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 اه. قلتيني. ما شو اسمك يا رجل? اسمي سييف دو يازني. وعليش خاطي لجهك بلتان كنت معرب للرياح وعملت بلتان ولكنت لكم رغبا ذولوا ها هو اللي يشافك على شكرك يسمع صوتك يظنك وحش مفتريس واللي يشاف صوتك يلقام وانتهى الجمال والكمال وهو ما تخافش لا تبع الشي من البنات وما تقربوه فقط باش يتعب صوتك الضاوية والخان يعتك الله على خبك شوفي شوفي بعدل هي بعدل هي الوقت ماشي وقت عباد انا اجريت المارد المختطيف وبغيت معرفه اكتاش كي يرجعه بعد لاحظات يرجع يا شاب بغيت اولا ان اعرف شكو انت ولا تختم ما تكلمت البنات كلهم ساكتين انت وحدك اللي كتابه لانني انا نهي بنت حاكم الحكام الصين والاقطار اللي به ضايرين وانا اهد البنات كل من بنتكو براء وحكام وكل ما اختفنا هذه مارد العين يلا كل واحدة منكم تاخد مكانها وانا غادي نختفي في هذا المكان حتي يجي هذا الشيبان لكن 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 يا بصان ما حد تلاشي على نفسك هذا الشيء غادي تعرفهم بعد حصصا يا هي لا مذهل ها ه ها ها اوه اوه وهذه الارزيق على سوقت يا لاي وهذه المطمط يا خبيح صفار ماتخبوش يا بنا ماتخبوش ان دوافش دباه الضغان هذا تجني اللي كيف حرق ماتخبوش ماتخبوش الله الان شروف خلاص حيق دوحان يا رجل يا بنا ولكم يا ابنات شكون هو دوحان تتأمله بنجومه بحجاره عبده والله والله سمعت مرة تانية من ينطق بزوحل لكان الرب ديالي الا سيفي اعيب يا بطال تعاتبنا على شيء اتعلمناه من ادائنا واجددنا اباكم واجددكم كانوا غلقين كاين اله وحده هو خالق الكون واللي قالها تكون تكون هو محقق ضنون هو رحمن الرحيم هو العالي الكريم هو خالق الانس والجان وابراهيم صاحب البيت والمكان وانا عبد الطايع سيد يزن يا مولاي هذا كلام جميل الخير لكن عذرنا حنا عمرنا ما اسمعناه ولا من ادائنا عرفناه لكن اصيق يا مولاي بعد ما خلصتنا ملمار بجان ان الالهك هذا فيعينه الهي الهي الهكم اله الكون امنا بي وبك يا دويازان والان يا سيداتي كل احدا منكم غادي تصل عند اهلها في امان الله وتذكروا واذكروا الله كل وقت حين الله 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 وش كل يقدر يوصلنا لديارنا يا مولاي واحنا اكتلت الخار من الدنيا فتحي هدنا فيها حاقصة حاقصة شكن حاقصة حاقصة شكن حاقصة اختي جنية هي اللي غادية توصلكم لدياركم كيف يعني انت جني في هات الصورة الجنية لا أبدا انا ينسي بحالك لكن سبق لي اربعة معطفة جنية ولهذا كنتسمي اعطيك تسمي لي اخوها قد لنت بيديك يا مولاي بيدك بشريب النجاة من المارد اغطار المختف عطار النار خيز هذا عمري من ساه يا مولاي اخو يا مولاي يا عاقصة وصلي هالبنات كلهم ديارهم استعمى اغطا على طالب البطولة والحجامة لكن انا يا مولاي عندي طرار فضل يا سيدتي نبقى هنا انا الخرمية نحبت يا سيدتي يا الله يا عاقصة ابدا يا شاما انت عارف الولي الكبير ارعد ومكانته وجيش وعضنته انا متفق معك ما انت لا في سنه ولا هو في سنك لكن انت عارف الراجل طغية يمكن لما ننف الطلب وما نزوج في غيه يهاجمني ويعزلني اسمعي يا بويا نجو اسمع اقرب مني الارعد ولكن فعلك الاخير معايا بعد ما قتلتي الراجل اللي سيدا لي كوني اكبر جميل ونقب حياتي وكان قرارك هو الزوجني الشيخ ارعد كون متأكد باللي غادي ينتع في السحرة مجنونة شاما يا بنتي هذا مقهور مثلك كيف رضاك تكوني زوجة لراجل قد بويا هذا دنيا بويا ولكن ارجوك الى كنتك تحبني ارفض طلب ارعد نرفض طلب ارعد ويلا عزمي قاومه بسيف يا بنتي وش لنقب نواجه عظيمة الارعد بكمشة من الرجال سعدون السيجي اللي عندك في السيجي بدل ما تقتلوا عينو كدر على حراسك ووجه بيت طغيح يا بنتي شاما بويا انبو سرجلك ارفض طلب ارعد عناي هنا لي نموت ولا نكون زوجة لأي انسان بعده يزال وفضلون على ارعد الشيطان بات بكشة يا بنتي يكون خير يكون خير صدقيني يا بنتي يا طاما بمشيت البيع الهالات ومعايا رجال كتر من ربعهم ولمناس حنا البيع يلقينا عخالي يمكنش الحشرة تاكلوه أبدا يا طاما يجال زاني أبدا واش يكونوا قاعدلو شي حاجة أبدا هذا يمكن شاك لاش يحب لمنا وضعناه في اللي بيت وجاب رجال تحول بيعه وخداروه أبدا 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 أهلا شقيقي سقربي حياك زحال يا شقيقي سقربي أجنوبا في خطك ورملك اللي بان في خطي هو اللي بان في خطك ورملك الشي اللي بان ولم تأكد منه هو أن وحش الفلاة الراجل اللي محير عقل الشامة واللي سببه رفض الزواج من سيد أرعد باقي في الحياة وقريب يرجع ومعه كتاب تاريخ الني فعلا هو نفس اللي هذي نلقاه أنا وياك في طريق شر نهاية أشنو المعمول يا شقيقي الكبير ما الان خصنا نحسب لهذا الندل حساب ونقضيه على حياته قبل ما يقضي على حياته أنا حاولت وحاولت من اللي كانت في صغير سعدوه الجن ومنعوه وبعدت السعدون وانتصر عليه وبعدت الكتاب ووجاي به هذا ما ينفع ما إلا شخورنا وخصنا ما الان حظره مكيدة تقضي على حياته أولا سعدون زنجي لازم يموت قبل رجوع دياله وإلا قد يصبح لي أكبر مساعد ويصبح سعدون لي معاون حتى جيش ما يوقف أمامهم بزوج جبابرة في القتال أنا اليوم كن لم يفراحش أن سعدون بش نفذ أمر الرعد وانا غد نقضي لي لكل فعبادة زحل وأمام الكتب والرمل زحل لعينك زحل لسادك مولا يبدو مجل هي ابنات العجوه السلمات ومنذ حلات حجم التحيات الأمني رابي بني اللي بخار ناهي جادوك يا سيدتي أنا نفذ طلبك وخليت كنتي الأخيرة ومعلك اللي تنفذي طلبه تمشي مع عاقصة توصلك لأهلك يا مولاي أنا الآن آمنت بالرب اللي آمنت بيك وعلى يدك يا عمام وانت عارف أن أهلي وقومي وعلى رأسهم بويا كل منك يا عبد النشوم فإذا أنا رشعت عندهم والقومي على دين غير دينهم يقتلوني وانا عمر لنا يمكن لي نرجع لعبادة النشوم لأن جد أن إلهك أحق بالعبادة النشوم والنشوم هما من صنعه بالله عليك اللي جعلتني آمن بي أخليني معك إن كلك زوجة وفية أو خادمة مستعدة لكل صبحية أنت اليوم أهلي وكل ما عندي في الحياة سمعي يا ناعد أنا عندي زوجة بسمياني وعاهت أمام الله غيرها لخديته حتمت زوجها وتكون عندي أول زوجها وبعدها يلا كنت في الرزق ما عند الله قريب كترت بني يا ديازاني أبدا أنا معك عن طرقة أنا فعارك يا مهلي لا تبعدني عليك عاقصة عاقصة قوتيها الأهلها ضياغة الصبر يا عاقصة صبر نقول كلمة شنو هي هذه كلمة خلي حتى تتكلم يا عاقصة سمعي يا ديازاني كيف أنا آمنت بالرب اللي آمنت به وعلي بيك وبجاه وقوته وعظمته فغاد يندعي فيك دعوة وانتسمى استجابته تدعي فيها يا ناعد بعد ما خلصتك من الماري للجبار المختطف وبعد ما كنت لك سباب أمني بخالق الكون أدعوتي لك ليجيبك رب القاهر البلادي عريان وشعان مكشوف الرأس فاقل الإحساس وخاطرك مجروح مكسور لك استرتي خاطري وتوجدني أنا ونحميك إلا تقضى الله دعائك حتى أنا ردين بيك إلا كتاب نجيل بني بديك كيف تمنيت يا ليه وعلى الله حتى أنا متمنى على الله نجيه فهد الصيفة اللي قلته وللقاك عميها فقد البصر ويكون على يدي يدوانك باللقاء يالله يا عقصة سإتـذرtechnال وكيف يعقل يا مولاي سيدتي شامة ترفض الزواج العظيم العظمى ارعد الكريم سقارديون ارجوك فهم خوك سقارديش يبلغ مولاي ارعد لانا عمرني من سهد شرف لنا معلي يبيه وهد العناية الكريمة اللي خصني بها لنا بنتي ما زال صغيرة وجهلة مع للحياة وعقلها ماشي كامل وانا الخمزوج للسيدة ارعد زوجها غير كاملة وانا ابوها وعال حقيقتها ولكن فعلا عازم على الزواج بالغوب اللي عندنا في القبيلة ما هي اجمل منها وسليمة العقل لكن يا مولاي فراح سيدتي شامة اعقل من كل عقلة واكمل من كل كاملة والسر في اقدام سيدي ارعد على خطوطها منك هو علمه بالشيء اللي هي عليه من جماله كمان عارف عارف لكني اسقارديون انا فقط بغيث يفهم انني ما غادش نزوج بنتي لكن بدل ما يبلغ انني كان رفض بغيت نتعرب وسيلة اللي ما جعله شيخ غضب اه شاء لان شامت عندك الحق يا سيدي كيفي وقال بنتك سيدتي شامة الجوهر المصونة تزوج بشيخ قد جدا انا معاك ورد انساعدك حتى ان بعد ارعد على هذا القرار شكرا ياسقارديون النبي العاف يا سيدي افراح مانا الا خدامك والشيء اللي شملتني به من خير وعطف ومكان مرموقة فيجا عني نخلص لك اكتر من ارعد رغم انه الوالي الكبير الله ما كانش كشايف هذا يا حكيم الزمان فتاح يا مولاي واني بالك وانا وشقيقي اسقارديش غد من بعد ارعد على طلبية شامة لكن شكو اللي اخبر ارعد على بنتي وش الجوع الخطبعة مني اه رحش الفلا هو اسبب هاد المشاكل يا مولاي لما خلص بنتك من يد المختطف وتشهرت قسطو وارواها واحد على لقور حتى وصل الخبر لسيف فالرعد انا محسن داليك وعلى اخوك سيد قرديش لتخلص بنتي من هاد المأزق لكن يا سيدي فراح وسعدون مال وسعدون تعليمات الرعد كتقول باللي خصكم تقتلوه فاقرب وقت اما فيما يخص عدون امر الوالي الاكبر لازم يتنفد وعندك امري وموفقتي فتصرف يا اسقرديون امرك يا سيدي هاش كتقول يا اسقرديون هذا كل مراج بيني وبين افراح يا شقيق اسقرديس الكريم يعني افراح كيرفض يتزوج بنته الوالي الكبير سيف ارعد وقيت منا مني ومنك انساعدوه 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 احنا عارفين الشي اللي غادي يصدر منه يوم الايام على يد وحش الفلاة امدا هذه اكبر فرصة من تقنوا منه بلغوا سيدي ارعد لا يصيان ديالو بشيارك يتصرف معه ان كان يازلوه ان كان يقتلوه وان كان يعين واحد منا والي على مدينة الدور انا فهمت افراح بللي بساعدين ساعدوه على ابعاد فكرة الزواج من دهن ارعد اعملت خير لازم يبقى فاهم بللي احنا معاه وطايق فينا حتى انخبر انا الوالي ارعد ساعدوه انا الان عندي امر افراح قتله بسرعة يا اسقرديون اليوم قبل الغدة لازم يموت ساعدوه امرك يا شقيق الكبير والان يا عاقصة حمليني لعن الشيخ عبد الرحمن حاضر يا رودان لكن بس نحمر بيك على بعض الجذور ونفرجك عليهم كل المنطق ونبدل عندهم بدين سنيان بعد ما نشوف الشيخ عبد الرحمن انك اللي ينشي معك لاي مكان عاقصة حتى انا عندي رغبة ان شوفهمك تعفي يا مولاي الحمل على بركة الله انا عملت جابي باش نحطمها بخطوبة يا شاما والحكيم السقرديون هو شقيقه عازمين باش يساعدوني والله لا خايفة يا بولا الا من السقرديون هذا هو وشقيقه هما لجرين علينا كل البنة سقرديون وسقرديسة لما كنتشكش في حبه واخلاصهم يا لما كنتشكش في اخلاصهم هما لاخلاصهم يا بولا زوحال معايا ومعيني سقرديون كنكرهوا كنكرهوا كنكره يا بولا هو اسبب وحش الفنة بكل مصيبة شاما بنتي هادي مودة وانتي يعلبك رحمي قلبي اللي كتمزقوا كل دمعة من عينك انتي الوحيدة اللي كان ملك فهد الحياة وكي هم مني اللي يرضيك انا بنيتي ما بعثت وحش الفنة غير مصلحتك خايف لا يقام انه الشر خصوصا بعد ما تتاضحوا بهانبلي هو الغلام اللي كنت عازم على قتله والتخطف من تحت سيفي وهو صبي صغير انا خايف منه يا شاما خايف منه لانهم خوفوا كبير يا بولا وحش الفنة نبيل وعمره ما يقاديك وخصوصا والتبولا الان اللي فات مات يا شاما يمكن الوحش الفنة يرجع هناك الوعد تنزوج كبير لما يرجع يرجع كيف يمكن يرجع وهو مشك يبحث على المجهول كتاب تاريخ الليل موسيقى هنا يا عاقصة هنا انت تهدي يالهادي انت تشفي فؤادي انت خالق العبادي انت مجيب المنادي انا في البر يا ملادي وهنا من قدر حتى شوف الشيخ عبد الافنان هو الان كيعبد الله الخالق ما انتأخرش يا عقصة الله 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 ابراهيم خليل الله عليك اسكى السلام والتحية والاكرام يا سيدي عبد الرحمن اهلا بالفارس المنتخب اهلا موحد الرب الارباب اهلا مولاي سيف دو يا زاد عبد الرميلة اخرت عليك يا سيدي عبد الرحمن هذا الدنيا حتى انسان ما عنده الحق يصرع او يتأخر هذا هو التاريخ اللي مقرر الرحمن ترجع فيه انا يا سيدي مشيت محارب الجنمي المختطف من اجل اختي عقصة فاذا بيك وجدت مجموعة من ابنات العظماء والكبراء خطفهم المختطف وبعد ما قتلته امر في عقصة توصل كل واحدة الاهلها وديارها تماما شكرا حضرك يا سيدي عبد الرحمن ارادة الله يا سبحان الله عندي لي كوصية يا مولاي سيف دو يا زاد عمل كل عمل لله وكافح وجاهد بسبيل الله واستحمل الشدائد والمتاعب وكل لحظة صابتك مصيبة واذكر الله ومع اليان غادي تعرف عظمة الله سخر من كل واحد ما كيقامش به وحارب كل من كفر به بعد ما تحاول تهديه هذا ما عمل جدك نوح عليه السلام وغيره من الرسل الكرام والان شوف هناك دقر فيه ما عدد بعد لحظة غادي نفارقك ونمتحك بسيدي خالق الأرض والسماء غسني من ذاك البيئة وهنا هاد المكان جند هاد الصومعة قبر انا حفرته وجدته فيه دفني وانتك تردد إسم الله وإبراهيم خليل الله 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 إبراهيم خليل الله اوه لكن يا سيدي عبد الرحمن انا سيدي عبد الرحمن سيدي عبد الرحمن سيدي عبد الرحمن ما الله 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 إبراهيم خليل الله مقام رب علىه ذكر للقلب حلاه سيدي عبد الرحمن مقام رد علىه ذكر للقلب حلاه سيدي عبد الرحمن مني تبقى حي دائما جدي ومنك نسمع أجمل كلام على ملاي وربي الوداء قارس صافية عاقصة انا انفت كل ما طلب مني سيدي عبد الرحمن وسلت بمال عدد بودفنت في هدل وقبر الاحفاظ وانا الان معاك لكن ما تنسيش انا ما تمد عليك تساعديني ناخد كتاب تاريخ النيل انا غبت على الشاي ما مد كتير ولازم نرجعي عاقصة يجيب يجري كل ما اصنب مني نعمل ان لن تعدك في الامات لحيط بهالأخاب أبدا نبينة خيمر فيها الكتاب كلها أرفاض ابن اجرب انا من اتقرب اكثر مني لازم منها ان تحرك طيب ارجعيني من دينت خيمر وتوكل على الله مرة افرخ انا لازم ناخد هالكتاب مهما يحصل يا اما نجيبه يا اما نموت من اجلى الكتاب الى كان قرر تاخد الكتاب لازم تخده سأجلى ملاي حملة من فرزة على نفس الدنيا من عظم الضرائب بقدرة الله العزيز على بركة الله هاك المكان يا حافصة كبة فوق الجبال ابطي قرب هاك المكان وصدو والان يا حافصة لمن تهلين الاخوار لمن تبقى طول على عاقزة الطيس غريب اشهد المكان مياه جارية بحل حليب ولدتها من العسل غريب وهد الرائحة الزكية اه زوج ويدان كي يجري ماءهم بجوانب هاد القبضة العظيمة شك زوج ويدان في العظيم يا ميهان مصرد ما كيخلسوا كيقوسوا تحت الارض وشنهما هاد الويدان يا عاقزة بالله عليك هاد سوز الويدان يبينين هما سحون وجفون غريبا ترد خردون لإله العلي القدوم واما السوز الويدان يقضرهم تحت الارض الاول فيهم القراط والثالي النيل وهدي مولت الآن تحرك مختابر وما كنتش حسب الاخساب اربعات الويدان سيحون جيحون الفرات الميل الميل شكون بنها هاد المكان يا عاقزة هاد الففاديا مدينة قريبة تشكلها وبنيانا وهي الفيلا مستحمد مفرصمة سنعوها تكناء فهال ميلان مبنية كلها بلخام الأبيض والممر الأحمر وعن هاتو ثمية وستتين برج على كل برج سمعة من محاس الأصغر وفي باب الفيلا سخص وصنوع من فدّا فالله أدا من نفسه طوض وفي ثم دياله بوض ونكتوب على هات الشخص أسماء طلاص بالظهر الأحمر بالعين استريال هاد من عاطفا اما داخل المدينة والففا انا جهلاك ونحاول نعطف طلاص من أسماء حقنا ونصح في يسيري ديالان بعد هاد المكان تبعوا برخنا أبدا انا ما عايش في الدنيا إلا باش نشوف عظمة الله انا لازم نتوكل عليه وندخل لقلب هالقبلة وانا يا مولاي غبي اخلف هالمثال ونرجع شكومه انا حسب لبلها الشغل عليها سمعها كثنى جيني وتخليني وحدي يا عقصة يا مولاي هالمثال لن تبختي به غبي اتعب انا بيتك وبمسرد ما تبعش هذا طلاص تحقني ولهذا انا لازم اندأك إلا تكنت مصير إلا كنت مصير تقول هالمثال فعلا انا مصير مصير يا عقصة إذا الوداع 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 عقصة 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 اوه مشاهد صادت صوتي في كل مكان الصمت مخيم على هالكهود الودوق الودوق لا حركة ولا طير ولا حيوان ولا عسان إلا خرير مياه الوداع عقصة واش نرجح بحيصاني خليه تجيم الصومة أعمر رعب ما اشعرت به بحال هادا اللحظة عمرني مبنيت نشعر بالخوف مثل هالي يوم الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن كنسمع صوتك يترضى الفداني الان وكيقول لي استحمل الشدائد والمتاعد في سبيل الدان تقدم يادو يازان وعمر قلبك بالله وبعد عنك الخوف وتوكل على الخالق سير يادو يازان لا تخاف سير سير كلماتك ترضى الفداني الان صوت الشيخ عبد الرحمن حتى هو كيف عنا يمشي نتوكل نتوكل عليك يا خالق الكون همامي باب المدينة وهذا هو الشخص المصنوع من الفضل اللي قلت علي عاقصة فهنا البوق فمه وعلى شهر البوق لكن باش نتخل هاد المدينة لازم نقطع هادو هاد هو هاد هو هاد هو هاد عظيم هادو حجرات هنمر فوق منهم خلينا سيدي دو يازان جاني بمدينة حاكين بلاطون اللي عليها تس مية وستين برج وكل برج عليهم نار من نحاف القفار بعد ما ودعتوا عاقصة وقواحين فريد ينادي ربي وربه في كل سيد وتوكل على الله وزار يدخل المدينة لكن وجدواد سيحون من جيهة وواد جيحون من جيهة انا عابر صبيل وانسان تقوم بحر 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 الربح للرمح ، وهنفس فبح اللتنة أنا سيد يزن وش خطرك في هزه المكان إرادة الخالق الرحمن ومني عليكم الف تحية وأمان لكن بالله عليكم خبروني وعلى كتالكم بدوني احنا جماعة اخوان من ام احنا واب واحد وبولاه والحاكيم العظيم فلاتون خلال لنا كنوز واموات وخصمنا كل مكان الا على حاجة وقع بنا على دغنان وما قينا الحل الا السيف والطعال واللي عاش فينا هو اللي يملكها غريب وشنو هي هاد الحاجة اللي غادي تهبو ضحية ديالها ستة الخوط بش يخدها الاخ سابع او يمكن تهبو ضحية سابع هاد الحاجة هي طاقية من اجل طاقية هاد العراق نعم من اجل طاقية وشنو سير هاد طاقية يا بطا طاقية اخفاء هاد الطاقية اللي عمل على رسو كيغبر على الاندار يشوف لا انس ولا شان وما تشعر به لا تلاصم ولا ارصاد وفين هيها الطاقية يا سيد الختال ها يا اندخويا الكبير وحتى هو تمه فيها واشتقبلوني نحصل بناتكم يا خيرة الفرسان لا قتال ولا سيف ولا طعال لا لا تلاصم قبلنا تتقنبيناتنا يا سيدي الاخير اروا الطاقية يا سيدي اخذ اràيا يا بتا اعطوني حربة من الحربات اللي معكم. والان يا ابطال غادي اللوح هاد الحربة بيدي هنا وتسلم دينا وغادي تجريب كلكم وراع الحربة واللي استطاع يوصل الحربة قبل لاخر هو صاحب طاقية وانا نسلم هالي بالدية. اشنو رعيكم? بسم الله وعلى بركة الله اه 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 اه! اه انا اخدت الحربة لول! اه اه واهمي شفوا! اه 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 اوه اه اه حضر تاخدها الامات performing we gotta allow theians ofones. اخد هم السيدات اووو ايه كلهم ماتوا نرجع نقود التقية اجل الحرب نرجع ماتوا ماتوا اخضاء الاخضاء لا لا اخذها خنجر لقد كنت كذلك قتل سيني فقيا فقيا وقتل غريب آه آه شكنتش أه doing نمرد القطال من جديد بينهن كيفاش ماتوا في سبعة من أجل هالطقية والطقية بقات ملكي دهبوا ضحية عنادهم كلهم واشنو نعملنا بهالطقية من نخرج من هاد المكان عقصة قتلية الان خرجت سالم غير نصيح بيسمع الخبر معي وغير الخبر انتخفى عليها بها الطقية اللي قالوا كدخل الانس على الانس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة